اشتركوا في القناة 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 وبعض القوى السياسية والدكتور رفعت يعلم هذا الكلام جيدا حماية لوسائقها اضطرت ان تلجأ الى وضعها في معاهد اماكن بحث علمي اجنبية في هولندا او في غيرها وهذا لا يليق مش ممكن ندور على وصائقنا ينلاقيها في بيوت افراد احترقت او هجرت الى الخارج وده شيء يضر درر جسيم بعملية صياغة تاريخ مصر المعاصر والحديث اقتراحي وانا الحقيقة الدكتور خالد عزب مشكورا كان بادر في الفترة الماضية بخطوة في هذا الصياغ ان تكون يعني المكتبة امينة على وصائق القوى السياسية والحركات الاجتماعية امس على صميم مثال في الحركات الاجتماعية كان في العشر خمستاشر سنين اللي فاتت كثير جدا من الحركات الاجتماعية مهم جدا الحفاظ عند جزء من التاريخ حتى لو هي معارضة حتى لو ان احنا بنرفضها لكن علينا حتى عشان نتيح هذه الوصائق للباحثين في المستقبل فانا بتصور ان المكتبة يبقى يعني واضح جدا انها ستكون يعني حافظة الزاكرة الوطنية المصرية وهناك يعني ثقة في انها ستحافظ على هذه الوصائق يبقى النقطة الاخيرة تضررت قوة مصر النعمة في الاقود الماضية وتراجعت قدرتها على التأثير في البيئة المحيطة وفي المنطقة العربية وفي العالم وطبعا احنا شايفين نتيجة هذا التراجع الكوارث اللي بتحصل في المنطقة العربية وتراجع دور مصر وقدرتها على التأثير انا في التصوري انه احنا محتاجين الى احتضان المواهب الجديدة والفاعلة في شتى مناحي المعرفة والفن والابداع وفق خطة منظمة تتبنى يعني ترقية هذه المواهب والامكانيات واطلقها من جديد الى العالم العربي والى المساحة الافرخية لتعويض الفقد الحادث في هذا المجال هذه النقطة الاساسية التي اردت ان اقولها وشكرا جزيلا اشكر الدكتور امان الزحم بهدين شعبان على المدخلة القيمة والاقتراح الخاص بان تستضيف او تحتوي المكتبة كل وسائق الحركات الطلابية وغيرها من الامور التي تضيع منها اجزاء كبيرة من ذاكرة مصر هبان امر في مكانه تماما واعتقد ان الدكتور خارج عزب وخطاع المشروعات سوف يعنى بهذا تماما يعني مثلا التاريخ لثورة 25 يناير وما بعدها اظننا دي مسؤولية اولى للمكتبة يعني دي شيء عصرنا واجب ان يوسق واحد يكتب لنا دراسة عن احداث محمد محمود واحد عن احداث وجارة الدفلية مجلس الوزراء كان فيه حاجات كثيرة جدا لازالت غميضة حتى الان ومحل استفام حنوعد نخدها زي 26 يناير 52 نوعد نفكر فيها طول العم بينما نعلم من الذي قام بهذه الأمور لابد أن يؤرخ لهذه الأمور فيه وزاكرة مصر نشكر شكرا الدكتور سلام في صلون المحور قابلت الدكتور أستاذ دكتور مصطفى الفئي وكنت بقول انه يعني اختيار مجلس الومناء لدكتور مصطفى الفئي يمكن يكون بداية لتسييس بعض المناصب وهذا شيء محمود نحن نحتاج إلى الوزير السياسي ونحتاج إلى زوى المناصب أن يكون سياسيا وليس بالضرورة أن يكون توجه المكتبة سياسيا ولكن السياسي هو الأقرب إلى الجماهير والذي يستطيع يتلاحم مع الجماهير ويخاطب الجماهير بلغة بسيطة أما اننا مبارح كنت بقول اننا جاي من العريش من سينة من قرة أسيا ولكن من أرض الخوف والدم إلى الأرض التي فرغت أمنيا وثقافيا وعلميا والآن والآن بعض الخبراء الاستراتيجيين يطالبون بتفرغها من البشر ويعطاء هدية قيمة إلى أعداء الوطن ويمكن بعضهم لم تطأ قدمه أصلا أرض سيناء ولا يعرف أنهم قدموا حتى صباح اليوم خمسمائة واحدة وتمانين شهيد ما بين زبح أو قتل أو رميا بالرصاص فقط لأنهم يتعاونوا مع قواتهم المسلحة هذه مقدمة أمن الحديث عن الإرهاب في سينة وقصة الإرهاب في سينة ومن أين أتى وكيف استوطن ومن أين أتى وكيف ترعرع ومن يموله فهذا يحتاج إلى ندوة طويلة نتكلم فيها تفصيلا وبالأرقام وبالتحديد بس لا تفعش تبقى على الأعلام تبقى للنخبة المثقفة لذلك حضرتكم فقط أما في صلب الموضوع اللي نحن بصدده اليوم يمكن كان بارح الأخ الفاض دكتور يوسف نائب وزير الشباب كان بيتكلم في نقاط محددة وأضيف ليها أن احنا عندنا تقريبا خمس تلاف قرية وأنا مش عارف في الخمس تلاف قرية دول فيهم كام مركز شباب فلو فرضنا أنهم ألفين أو تلات تلاف مركز شباب أعتقد أن نحن نحتاج في كل مركز بمراكز الشباب ولو قلنا عندنا تلات تلاف رائد يتم اختياره بطريقة سليمة ومعايير معينة ويتم تنظيم استضافة لهم على مدار سنة أو أكثر إلى جامعة المكتبة الإسكندرية ولمدية يومين يوم يكون محاضرات من الكاليبرز في المجتمع وبعد كده يوم التاني جولة في أنحاء المكتبة ويرجع بسيدي في كل التفاصيل ويستطيع أن ينقل هذه التجربة إلى كل مجموعة الشباب في منطقته وفي قريته يبقى عندك تلات تلاف سفير في تلات تلاف قرية وإذا كانوا خمس تلاف مركز شباب يبقى فيه خمس تلاف سفير في خمس تلاف قرية وده وده نقل الفيزيكال بالإضافة طبعا لما قال وحضراتكم في نقل الثقافة ديجيتال أما على المستوى العربي لتفعيل الثقافة ودور المكتبة نحتاج إلى مؤتمر سنوي على الأقل بين المثقفين العرب المثقفين العرب مرة سنويا يلتقي فيه المثقفين العرب تحت قضية معينة تهم الوطن العربي وآخر دولي فيه عنوان يهم المجتمع الدولي في النهاية أنا بشكر الدكتور مصطفى على الدعوة الشفوية الذي وكهى لي بصفتي نائبا لرئيس جامعة سيناء وعضو المجلس القوم لحقوق الإنسان وكلمة وحدة بس وأنا داخل مطار توكيو على برة لقيت فكر لتبدع وفي مدخل مطار القاهرة كان تايجر وسيطر يعني هذا تايجر وسيطر نعم فليس هذا بلد الحضارة لابد أن تكون بلد الحضارة والثقافة عنوانها أفضل من كده بكتير شكرا لحضراتكم شكرا جزيلا الدكتور ماجد موريس فضل أبني على ما تفضل به السادة المتحدثون الكرام أمس واليوم وهو امتداد رسالة المكتبة بطريقة أو بطريقة إلى خارج جدران المكتبة وإلى خارج وإلى خارج القاعات المكيفة والحقيقة مع مجموعة من الأساتزة منهم الأستاذ دكتور عيد المصري والأستاذ دكتور حسن حمد تقدمنا باقتراح والاقتراح موجود على مكتب دكتور خارج عزب مختصر وفكرة عن ما يسمى بسفارات التنوير وعلاقة المكتبة خارجها ليست بالجديد فالمكتبة لها سفارات المعرفة ولها تعاون مع نوادي العلوم في المدارس والفكرة التي تفضل أستاذ دكتور صلاح وقال أننا نستفيد ببعض القيادات مراكز شباب أو من بيوت الثقافة ويتعمل دورات بطريقة أو بأخرى نقدر ننظمها المحاور المقترحة هي نظرة على الحقب التاريخية المختلفة في تاريخ مصر النظر في أسس بناء الدولة المصرية الحديثة بما يتضمن العلاقة بين السياسة والدين فكرة رأس المال الاجتماعي أليات الحراك الاجتماعي عملية التفكير النقدي والتحليلي فكرة الحقيقة المطلقة أسس الحوار ومهارات الحوار والتواصل الاجتماعي والنظر في أثار ثورة الاتصالات على عقلية الشباب وعلى سلوك المستقل هذا المقترح ربما يكون قابل أن يتحطي له بروتوكول ويكون أحد إنتاجات المكتبة في حلقة القادمة شكرا 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 جزيلا الدكتورة حناني يوصف دكتورة حناني أنت أعلامية الاقتصار مطلوب حاضر يا دكتور صباح الخير جميعا هو طبعا يعني عندي ثلاث ملاحظات تلغرافية سريعة بنبني على ما سبق من الأراء السرية مبارح هو أنا بس عندي تخوف أنا شخصي عندي مشكلة نفسية أن أنا بخشى جدا أن أنا يعني أعيد إنتاج نفسي مرة تانية فأنا أخشى نحن نقع في دائرة إعادة إنتاج أنفسنا مرة تانية وإن شاء الله ما تحصلش لكن الملاحظة الأولى من الملاحظات التلاتة هي أن المكتبة لا تمتلك أنا مع الرأيي اللي بيقول أن المكتبة ليست تمتلك العصة السحرية للسندريلا يعني لن نطالب المكتبة بأن تفعل ما لا يمكن أن تفعل والمكتبة مؤسسة عريقة ومؤسسة محترمة ولكنها بلادفورم مهم ولكنها أبداً لن تقوم بدور مؤسسات ثقافية حكومية وأيضاً مؤسسات أخرى ذات طبيعة سواء كات حكومية أو غير حكومية لكن في ضوء أن المكتبة لها هذه الخصوصية الشديدة لها استقلاليتها شبه الاستقلالية وفي ذات الوقت لها أدوات معينة وبتحظى بدرجة من الثقة المتبادلة ما بين صانع القرار من جهة وما بين نخبة المثقفين وفي قات مختلفة ده بيسمح لها أن نتحقق أفكار بشكل أكتر بكتير من نحن نحصرها في دائرة أن نحن نطالبها بأنها تحل كل أوجاعنا وهمومنا الثقافية بشكل أساسي فعلى هذا الأساس الملاحظة للغرافية التانية هو أن نحن نحتاج أن نبني على ما يسمى نكمل غير المكتمل يمكن الدكتور رفعة أشار للمسألة دي مبارح فهي أظن أنها زاوية مهمة للحركة الجديدة إذا أردنا أن نتحرك بشكل مختلف وإنتاج خطاب ثقافي منتج في الفترة القادمة إذا كنا نتبنى مشروع ثقافي أو ما شابه ذلك لأن بالفعل المكتبة لديها مشروع ثقافي والمكتبة لديها مشروعات كثيرة شكناها مبارح الفكرة الجديدة التي نتراحه للحركة الثقافية المصرية والعربية فدي الملاحظة الثانية أن نحن نكمل غير المكتمل في حدود المتاح لأداء المكتبة ولأليات المكتبة باعتبارها مؤسسة ثقافية لها شبه الاستقلال وهي أيضا مدنية يعني هي ليست لها أي سبغة حكومية أظن أن في هذا الإطار أو في هذا الملعب الثقافة التنظيمية في قضايا وطنية متفق عليها يعني هو صح مهم أن نفتح للقضايا الجدلية وحرية التعبير لكن الأولى أن نعيد ترتيب أولوياتنا على البحث حول المشترك القضايا الوطنية المتفق عليها هي التي يمكن للمكتبة أن تلعب دور مهم في الثقافة التنظيمية لها وهنا يأتي دور المكتبة بشكل كبير أظن أنه ممكن تحقق نجاح فيه في التنسيق المفقود بين مؤسسات الحركة الثقافية على الدوائر الثلاثة المصرية والعربية والدولية والإقليمية إن جز التعبير يعني ممكن ندخل الدورة الأفريقية والدوائر الأسيوية أيضا في هذا الإطار فالتنسيق المفقود بين مؤسسات الثقافية دي مهمة وإحنا غائب هذا الدور يعني حتى الآن لا توجد مؤسسة حكومية أو غير حكومية تستطيع أن تلعب هذا الدور بكفاءة المكتبة بما تحفظه من الثقة فيها وفي أداءها وأدواتها يمكن أن تقوم بهذا الأمر بشكل كبير يعني على سبيل المثال وليس الحاصل لو إحنا بارح سماعة الزملاء بتكلموا على العلاقة في الإعلام وفي الشباب وفي بزارة الثقافة المكتبة تقدر تعمل هذا التجسير للفجوة ما بين هذا وزيك ما بين المؤسسات الثقافية الحكومية وغير الحكومية العلاقة ما بين الإعلام والثقافة العلاقة بين مراكز الشباب العلاقة ما بين قصور الثقافة الجماهيرية والحركة المعترك الثقافي والمشهد الثقافي الملاحظة الأخيرة أيضاً اللي إحنا يعني حب شارك حضراتكم بشأنها هو إن المكتبة يعني اسمها تمبرح الناس بتتكلم على الانشغال الثقافي العربي للمكتبة الحقيقة المكتبة عندها مشروع ثقافي عربي مهم تشتغل من ألفين واربعة في منتدى الإصلاح وكلنا ومعظمنا شاركنا فيه بشكل كبير فهي الفكرة بس إن إحنا محتاجين عيد ترتيب أولوياتنا مرة تانية والعمل بشكل متوازن يعني أنا أظن أنها هيبقى كبيرة على يعني يعني إن شاء الله أساد زيتنا وزملائنا وأصدقائنا القائمين على العمل بالمكتبة لكن هم أهل لها هو فكرة العمل بشكل متوازن في الدوائر المختلفة يعني نحن ندي إسهام في الحركة العربية ندي إسهام في الحركة الإقليمية والحركة الدولية إن شاء الأمر يعني على هذا الأساس شكرا شكرا أنا عايز أن أنبه إنها يعني أنت بتقول أنت بتخشي من عادة إنتاج ما هو قائم وده برضو محزور مهم جدا خذوا بك وحضرات المكتبة بتتداخل بعض أنشطتها مع قطاعات صقافية معينة يعني بيننا وبين الأوبرا مساحة مشتركة بيننا وبين مجامع اللغة مساحة مشتركة بيننا وبين مراكز التراث والمتاحف مساحة مشتركة ولكن قيمة المكتبة في أنها تمضي رأسيا في بعض هذه القطاعات بما هو غير متاح لها يعني هنا فكرة الإبداع في الموضوع أنك تدخل في موضوع ذاكرة مصر ما أنت عندك جهات كثيرة بتسجل وبتكتب وبتعمل إنما هي قيمة المكتبة أنها تحفظ التراث الاجتماعي والسياسي للشعب المصري بشكل موضوعي ومنتظم ولا يخضع لأي سلطة عليه فهي هنا قيمة المكتبة مش هتعيد إنتاج هذه الأمور أبدا هي بتتماس أيضا مع بعض هذه القطاعات هذا صحيح ولكنها تنفرد بما هو يمكن أن يكون شيء مختلف تماما عن القطاعات الأخرى يلا دكتور ناجح إبراهيم أولا بحي سعادتك وبحي الدكتور إسماعيل سراج الدين كلاكما يعني رمز من رموز التسامح والحب وهي دي الرسالة الحقيقية مع العلم والمعرفة لن يكون هناك علم حقيقي ولا معرفة حقية إلا بحب وتسامح يعني هو فيه أشياء كثيرة يعني شبه مقطوع بها أولا عدم التدخل في السياسة لأن لعنة السياسة ممكن أن تعصف بالمكتبة وما فيش عالم أو علم دخل في عالم السياسة إلا واكتوى بنارها وانتهى أن المكتبة غير مؤدلجة مهم جدا ألا تؤدلج لمع ولا ضد فشارك الأدلجة يقضي على كل شيء والخروج من الأدلجة إلى الإنسانية يعني تحتفظ المكتبة أنها تخاطب الإنسان بعيدا عن أنها مع كذا أو ضد كذا وأفاق الإنسانية هي آفاق رحبة أما أفاق الأيدولوجية فهي تضيق كل واسع ما فيش حاجة في الأيدولوجية ممكن تنفتح على الآخر أبدا في قضيتين مهمتين في مصر والعالم العربي الآن قضية الإرهاب وكيف نحارب الإرهاب وكيف نحارب الإرهاب مع الحفاظ على حقوق الإنسان وعلى الحريات العامة وعلى التداول السلم للسلطة كلنا يريد يعني كل الدول تريد أن تحارب الإرهاب بأن تقضي على الحريات العامة وأن تقضي على تداول السلطة كيف يمكن الجامعة يعني الغرب جامعة بين الإثنين فكيف نجمع بين الإثنين هذه المعضلة على أقل المكتبة تتصدى لها فكريا مش هتستطبعا مش هتقدر تعمل حاجة فيه سياسيا لكن على أقل تتصدى لهذه المعضلة كيف نجمع بين هذين المتناقضين كلما أردنا أن نصنع أحدهما عصفنا بالآخر وقضينا على الآخر تماما وضللنا في هذه الدوامة التي لا تنتهي المسألة التالية كيف يمكن دمج يعني ما نجحت فيه المغرب وتونس والأردن كيف يمكن دمج الإسلاميين أو على أقل المعتدلين منهم في التيار الوطني والدولة الوطنية يعني هذه الدول الآن ليست فيها سجون ليس فيها تعزيب ليس فيها كذا وكذا مش مهم بيبقى فيه ألاف كل عشر سنوات في السجون مع تفجير وتكفير كيف يمكن دمج هذا على أقل التيار الوسط تحويل المتطرف إلى وسط ثم يحارب الإرهاب هذه المعضلة التي لم تنجح فيها مصر حتى الآن المسألة الثانية التي يمكن أن تقضي على الأخضر واليابس في العالم العربي الآن هو الصراع السن الشيعي كيف يمكن أن نضع منظومة فكرية لحل هذا الصراع صنع حقيبة سوداء كما صنعوا في أوروبا في الصراع بين الأرثوزوكس والبروتستان حقيبة سوداء نضع فيها كل صراعاتنا كل ألامنا كل أحزاننا وبعد كده نضعها في تحت الأرض وندفنها ونلعن كل من يخرج هذه الحقيبة السوداء يعني قضايا كثيرة أريد أن نعلق عليها الإنطلاق أيضا مكتبة الإسكندرية تنطلق خارج إطارها سواء المحلي في مصر يمكن أن تدب إلى أسيوت أو الإسكندرية ولو جزئيا أو الإسماعيلية في القناة أقترح هذه السلاسة الآن أو بلد في الدلتة زي المنصور أربع أفرع تنطلق إلى آسيا مع الإبقاء على الإنطلاق إلى أوروبا تنطلق إلى أفريقيا شيئا ما المسألة الثانية إيجاد نخبة جديدة يعني كل النخبة المصرية القوية كلها جاوزت الستين من عمره وبعضها جاوز السبعين كيف نوجد نخبة وطنية مثقفة وعاقلة ونحيي هذه النخبة ونبدأ من الآن لو إحنا عملنا هذه النخبة أو ساهمت المكتبة فيها يبقى شيء عظيم جدا 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 لو إن المكتبة حطت حتى إطار للمصالحة بين السنة والشيعة مصالحة تاريخية هيبقى عصامنا الأمة العربية والإسلامية من أزمات كبيرة جدا لو أريد أن أطيل الدكتور سامح بيشير ولا أستطيع يعني مجافات الإشارة إحنا بنعتز بوجودك معنا دايما دكتور نانية نعم بنعتز بيك يا دكتور الدكتور أنا المجيز أستاذ فريد زهران لازم يكلم ما هيكلم موجود فريد زهران أستاذنا كلنا طبعا مكتبة الإسكندرية كاسم يعني منطلق من المكتبة الأديمة يعني حي في ضمير كل مصقف العالم ولها قيمة رمزية مكتبة الإسكندرية الأديمة كانت بتجمع بين العلم والفلسفة وأيضا لم تكن المكتبة مخزن للمعرفة فقط ولكن معمل يعني ليش كونسورفاتور لكن كمان لابوراتور بينتج معرفة جديدة والمكتبة الحالية من الفيلم اللي شفناه والمراكز اللي شفناه فعلا بتسير في اتجاه إنتاج المعرفة وهذا النشاط بيفرض على المكتبة عدة مهام هي تتحول إلى مركز إشعاع في مصر والعالم العربي وده أظن أنه ممكن يتم من خلال حاولة إنتاج يعني تبسيط العلوم والمعارف وتاريخ الفنون والفلسفة للنشأ والأطفال وتخرج كتب يعني من المكتبة في هذا المجال ويكون هناك نوع ببرتوكول من التعاون مع وزارة التعليم في تزويد مكتبات وزارة الترباط التعليم بهذه الكتب لأنه فيها عندنا 17 ألف مكتبة في وزارة التعليم محدش عارف بتتزود بإيه وإيه الكتب اللي بتروح للأطفال وهل الأطفال بيدخلوا المكتبة دي ولا لأ في حين أن المكتبة مكتبة سكندرية ممكن تستغل لمكانتها الرمزية في أنها يعني تأخذ نوع من الإمداد والتزويد لمكتبات المدارس بكتب تبسيط في العلوم وفي المعارف والفنون النقطة الثانية وهي الترجمة وإحنا بين المركز القوم للترجمة وبين مكتبة الإسكندرية تعاون لكن ليس حتى الآن على قدم الوثاق نتمنى أنه يبقى على قدم الوثاق أكتر لأن الأمم المتحدة خدت الترجمة كمؤشر على التنمية والتقدم بنحسب كم كتاب لكل مواطن وبنان عليه بنحسب درجة تقدم الدولة أو الأمة في عملية التنمية النقطة الأخيرة والمهمة برضو أن مكتبة إسكندرية تهتم بيها هي الترجمة العكسية يعني ترجمة العكسية ترجمة الأعمال الفكرية والعربية إلى اللغات الأجنبية لأنه يعني إحنا بنشتكي من أنه الإعلام الغربي بيشوه عمداً طبعاً لأغراض سياسية صورة العربي وصورة المصري في الإعلام لن يتم تصحها إلا إذا تم ترجمة كتب بحيث يعني العالم يعرف هما العرب مشغولين في إيه بيفكروا في إيه مشكلتهم إيه أدابهم عامل إزاي وده موجود في كل دول العالم أنا في المركز القمر الترجمة بيجي لي معد جوتا أو معد سيربانتس أو المعد الفرنسي ويقول لي دي قيمة كتب لو ترجمتولها العربية أنا هتفعلكوا حقوق المترجم أو تكاليف الطباعة ده تشجيع للناشر على الترجمة مفروض يبقى عندنا صندوق يسمح بهذا الموضوع في تشجيع النشرين للأجانب على نشر الترجمات من كتب عربية هذا الصندوق غير موجود في وزارة الخارجية ولا في وزارة الثقافة لو بكتابة إسكندرية ساعد عن طريق من موولين أجانب أو محليين في أن يبقى عندها صندوق مخصص لدعم هذه الترجمة العكسية ولجنة لاختيار النصوص الجديرة بالترجمة هتبقى عملية جهد كبير بنفتقر إليه وشكرا جزيلا يعني كأنما كنت بتقرأ بما يجري حاليا فعلا منذ أسابيع قليلة دعيت الاجتماع مصغر بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي ووزير الثقافة ومسؤول كبير في الرئاسة مدير مكتب الرئيس بتوجيه من الرئيس لضرورة تنشيط حركة الترجمة لأنه لا يمكن أن يحدث تنوير وانفتاح إلا بالتواصل الثقافي والحضاري مع الثقافات والحضارات الأخرى والدولة بترصد وحتعمل زي مؤسسة وحنستعين طبعا بحركة الترجمة في وزارة الثقافة والمجلس الترجمة لأنه فعلا هذا الموضوع ملح للغاية في ظل بلد يعني لا تنتشر فيه اللغات الأجنبية بين أكثر من 70-80% من سكانه فلابد أن يكون هناك ترجمة أو ترجمة عكسية كما تفضلت نقطة الثانية هداء كتب زميلتي عايزة ترد عليك في حكاية هداء كتب للمدارس الحقيقة نحنا بيجينا كتب كتير جدا وبعد ساعات الكتب دي بتبقى مكررة فإحنا بنتعاون مع مدارس في اسكندرية وخارج اسكندرية الحقيقة في القطر المصري وبندلهم كتب بنزود المكتبات بتاعتهم بكتب ويمكن الأستاذ علامي عبدالفتاح اللي هي رئيس قطاع المكتبات هي القائمة على هذا المشروع وطبعا إحنا عايزين نتوسع في هذا المشروع بأن إحنا فعلا نتعاون مع المكتبات المدرسية ونزودها بكتب أكتر ولكن أنا شايفة نحيتك عايزة أن إحنا ننتج الكتب اللي نوديها مش بس التكرار اللي عندنا لا إحنا ننتج كتب ونوديها إحنا عملنا كده في متحف الأثار وفي حاجة كمان في كالتنات أنتجنا كتب وودناها بس طبعا إحنا بصدد اللي إحنا ناخد باقتراح حضرتك ونزود في هذا إن شاء الله نايزة أقول لكم أن المكتبة دي وضعت على أسس ممتازة نذكر فيها إسما يسراج الدين إزاي بقى هو لأنه عالم وفي نفس الوقت المفكر جمع بين الأمرين وأعطى للمكتبة وده المشكلة اللي إحنا لازم نتواصل معها لأنها قابلة للتدمير والانهيار في أي وقت والتوقف مسؤولية الحقيقية هي أن أمضي بها وأنميها هو طبعا في اسم دولي كبير للمكتبة اكتسب في الخمساشر السنة اللي فاتت هناك أيضا نشاطات متعددة وأخذت بأساليب التقدم العلمي الحديثة جدا 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 إحنا عندنا مطبعة غريبة جدا تحط فيها الكتاب يطلع من ناحية تانية متصور كاملا في لحظات فأنا عايز أقول إن المكتبة بتواكب أحدث ما يوجد في مقتنيات العصر من أسباب التقنية الثقافية وطبعا إحنا عندنا مشكلات مالية وإدارية ويمكن دي يعني التاركة الصعبة اللي أنا بقرسها المكتبة فيها 2400 واحد بيشتغل هذا عبء حيقربنا كده من مستوى مسبيره قريب مش ممكن لكن وإنت ما تقدرش تمشي حد وفي ناس فردت على المكتبة فرضا بعد حدث 25 يناير والجمهرة وتعيين مئات وتثبيت الآخرين يعني هو كان في وضع صعب للغاية ولكنه استطاع أن ينجو بالمكتبة الحقيقة من كل هذه الأنواق مهمتنا حاليا ومعنا ناس قوة ضاربة فعندنا في استطاف المكتبة ناس علماء وناس محترمين فالمكتبة لا تألو جهدا أن تمد يدها لكل عالم أو مثقف يريد أن يفعل شيئا هو ده منبر ما لا منبر له في الحياة السقفية والفكرية والحقيقة الخيوط الرفيعة أنا مقتنع بكلام الدكتور عبد منعم جدا أن المكتبة لا تسيس ولا تدخل في الصراعات السياسية للداخلية والخارجية ولكن ما تقدرش تضع خطوط مانعة وخاطعة سوف تكون هناك أحيانا أحيانا أكون واضح معكم بعض التأثيرات يعني ما هي قضية مواجهة الإرهاب ما هي قضية الدولة قضية تجديد الفكر الديني قضية الدولة ولكنها ليست قضايا سياسية هي قضايا سخافية بالدرجة الأول ولا بد أن نواصل هذا العمل بكل قوة معنا علماء محترمين من كل الاتجاهات ومحدش بيبخل علينا أبدا بالرأي والنصيحة فدي إضاح بس أحب أوضحه يعني المكتبة ما بتبدأش من فراغ والمكتبة ما هيش ضعيفة ولا هزيلة المكتبة عندها بس أعباء إدارية ومالية ضخمة تكاد تعوق حركتها وده اللي أنا بحاول أن أعمل فيه بريك ثرو بكل الطرق حتى نخرج من زي عمينا مساعد كده مراحل أهرام وعدل موازنها المالية والإدارية لحد كبير جدا هي المسألة بتبقاش شهلة الدكتور عبداليم نصير شكرا سوف أكون أكثر عملية ومباشرة في مقترحات محددة طبعا استمرار ما بلأ وهو استكمال مشروع الإصدارات لكتب عصر النهضة وإبداعتها ويريد تمتد كمال لعصر المد الحضاري الإسلامي لأنه ذا بيبين لنا أدئيه تسع الأفق والأريحية والتسامح كانت زي في إبداعات هذه الفترة مقارنة بما نحن فيه اليوم قد لا يكون مقبولة اليوم موقيل في القرنة الخامس عشر والقرنة الرابع عشر اتنين طريق الحج الأفريقي كأحد الفعاليات الثقافية اللي كانت مقترحة خلال الفترة اللي فاتت ولكن لم تلقى الحظ في التنفيذ حتى الآن أنا أعتقد أنها قد تكون أحد الأنشطة والفعاليات اللي تستهدف مصر الأفريقية بجانب طبعاً ما حدش يقدر ينكر أن مصر متوسطية أيضاً وعربية وعالمية فليكن هناك في خطة المكتبة أن تراعي تلك الحلقات الأربع اتنين في قضية التعميم والدعم المشاركة سواء على المستوى العمري أو على المستوى الجغرافي حتى أرجو أنه يبقى في نوع من التمييز للفئة الشباب في مشاركة أنشطة المكتبة جغرافياً أيضاً تمثل جغرافية مصر زي أهل مطروح وأهل سيناء وأهل الجنوب وأهل الشمال جميع مناطق مصر يجب أن تكون لها شراكة اتنين أنا بقترح أنه ممكن جداً جداً المكتبة تنظم أنشطة وفعاليات ليست بالضرورة في مكتبة الإسكندرية قد بالمشاركة مع المركز الثقافي أو البيت الثقافة الموجودة في أسوال ولا في الأقصر ولا في سواج ولا في كفر الشيخ ولا في أي مكان من أماكن مصر أو أي جهة سواء حكومية أو مدنية الحاجة الأخيرة اللي كنت عايزة أقولها هي قضية نشر المعرفة المكتبة بتعريفها البسيط إنتاج ونشر المعرفة أنا بقترح أن المكتبة تتبنى إصدار دوريات علمية محكمة في مجالات متعددة سواء في الفيزيكال ساينس أو حتى يبقى لها إصدار حوالين البوبيولر ساينس زي ما الزميل الفاضل كان بيكلم من شوية اللي هو التعليم العلم للعامة العلم للجمور لأن احنا عندنا فجوة رهيبة جداً جداً في هذا ولا يخفى على حضراتكم أن معظم أولادنا وشبابنا متجه إلى الدراسات الأدبية ومش عايز يعني يتجه لي الدراسات العلمية فأنا أعتقد وللأسف شديد هناك أزمة على فكرة في النشر العلمي في جميع المجالات سواء العلوم الطبيعية والتكنولوجيا أو وإن كانت أحسن حالاً ولكن في الإنسانيات الأمر أسوأ لأن لا يوجد عندنا مجالات معدودة جداً 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 الموجودة في الفهارس العالمية ولذلك العالم لا يعلم عننا شيء ولا يعلم عن أبحثنا شيء في هذا الاتجاه سواء في الإنسانيات أو في العلوم الطبيعية إلا فيما نظر بعض المجالات أو الدوريات مفهرسة في الفهارس العالمية الحاجة الأخيرة الشباب أيضاً عايزين يبقى فاعل بدل ما نفعول به بمعنى أنه بجانب الحرص على دعوته ونسبة حضوره في فعالياتنا أيضاً أننا نكثر من المسابقات وننضور على المسابقات المنسية أو الأوجه المنسية زي مثلاً نكلم عن الأدب والشعل لماذا يبقى شيء مسابقة في الشعل؟ مسابقة في الموال، مسابقة في اللواو، مسابقة في الحدي مسابقة في تلك الفنون اللي قد تندثر بعد عشرات السنين مش هتبقى موجودة لماذا لا تتبنى المكتبة مسابقة في هذا الاتجاه؟ أيضاً مسابقة أولمبياد العلم الموجودة في العالم المكتبة يمكن أن تتبنى مسابقة في العلوم الطبيعية وأنا مش عايز أطول أكثر من كده شكراً جزيلاً أنا عرفت لي أنت كنت مرشح من عشر السنين وزير شباب لأن فعلاً تفكيرك يعني مش عارف أقول الحمد لله يعني ولا إيه؟ الحمد لله الذي أنقذك من هذا المستنقر بس أنا ملاحظ من كلامك ويمكن زملائي الودان ملاحظين أكثر أن أنتم عندكمش اطلاع كامل على أنشطة المكتبة 90% من اللي بتقولوه ده يعني ما من باب طرقتموه إلا وطرقاه إسماعيل سراج الدين ومجموعته عشان نكون أمناء ونعطي للغائبين حقه فمحدش حاكترع العجلة لكن هذه أفكار نييرة وقضيتي أنا كمدير للمكتبة حالياً أن أعمق هذه الاتجاهات وأن أحافظ عليها تعرف المحافظة على قوة دفع المكتبة كما هي ده إنجاز في حد ذاته خصوصاً بعد زورة 25 يناير يعني أصيبت مواردها المالية والإدارية وتعرضت لمشكلات كثيرة جداً وإحنا زاعد نحب أن نصب جم غضبنا على ما هو منظور وتريح دماغك وتعملك حالة استرخاء العصبي ونفسي والأمور تمضي على ما هي عليه لا المسألة غير كده خالص هو القوة تنظر في دورية اسمها أبجديات إحنا عندنا أبجديات أبجديات دي دورية علمية محكمة ودي دورية مصصية الوحيدة في الدراسات الإنسانية اللي عندها تصنيف دولي وفي نفس الوقت لنتيجة نجاحها هي بتطبع مع أبريل في هولندا حالياً مش بس في مصر كل حاجة موجودة دكتور عبداليب نعمل إيه بس؟ النقطة الثانية اللي إحنا كنا حذرين منها في مكتب تسكندرية هي التوسع في نشر الدوريات دونما أن يكون عندنا كونكريت شيء ممسوك نقدر نطلعه على ستاندرد دولية وإلا هتبقى المسألة ليس لها أي معنى لكن في تجهيز حالياً لإصدار دورية في علم المخطوطات في مركز المخطوط في مكتب تسكندرية وهم بقالهم ثلاث سنين بيجهزوا في هذه المسألة وما إحناش مستعجلين يعني فكرة الاستعجال دي تؤدي في النهاية أن أنت تطلع شيء دونما المستوى المطلوب وحيب يمؤذي لسمعة المكتبة على الصعيد الدولي سيد جوري صحاب لا أنا كنت مبارح كنت عايز أردى عن دكتور رفعة السعيد هو موجود عامة ليه طيب يعني لأنه أصار نقطتين جوهريتين لكن إحنا بنقول ما فيه سياسة في هذا المجال وأنا باحترم ده جداً وبأيده يعني بس أنا عايز أقول لحضرتك أن المكتبة دي ضروري تشتبك مع مصر ومشاكلها مش ممكن أبدا أن نتكلم على محيطها الدولي والعربي والبتاع وإحنا في مصر هذه المكتبة إحنا دلوقتي في وسط اللي إحنا فيه ده بندور على طاقة نور فإحنا بنعتقد أن المكتبة دي هي طاقة نور فأنا رأي أنه ما فيش حل زي ما قال الدكتور ناجح إنك إنت عايز تعمل نخبة جديدة تعمل نخبة جديدة بالنعليم ده بالناس اللي جوه المتطرفين اللي عملين ينشره يا سيدي المدارس المصرية تولد متطرفين طول الوقت من معلمين وتلمزة وخلافه لأن الفكر اللي موجود جوه حاجة شيء خطير جدا فأنا كنت طلبت من الدكتور مصطفى إن هو ينظم لنا ندوة حوالين التعليم يجيب فيها يعني عتات التربية والجيل الصغير وكده لأن التعليم 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 هو ده المسألة المهمة والخطيرة حاجة تانية المكتبة ودورها في نشر القراءة يعني يعني الدكتورة نفين صديقة العزيزة وهي عضوة معايا في المجلس القومي لحول الإنسان اخترحت اختراح هايل جدا لأن إحنا وإحنا بنزور السجون لقينا المكتبة عبارا داعشية فقالت والله إحنا ممكن نعمل نبعث مطبوعات إلى السجون مأسسة نجح إبراهيم عشان تبعها نعم المكتبة دي مأسسة نجح إبراهيم ده حبيبي ده ياريت تبقى فيه مكتبة في السجون مفيش حاجة بالزبط كده بالزبط كده فالسجون عايزة برضو نظرة المعدارس عايزة نظرة المعاهد عايزة نظرة مش عايز بقى أتكلم على المعاهد الأخرى وكده يعني أنا رأيي أن حضرتك تتولى مسألة ندوة حوالين إصلاح التعليم في مصر لأن المجتهدين كل واحد يطلع لنا بفتوى إحنا عايزين نعمل حاجة نحط استراتيجية للتعليم لمدة عشر سنين وبعد عشر سنين نغيره يجي وزير يروح وزير يقول لنا هو هيعمل إيه بالزبط لكن إن كل واحد يفتلنا في التعليم إلا وصل إلى هذا التردي نحن في حالة تردي في التعليم غير مسبوقة فأنا بطلب من حضرتك أن المكتبة يبقى لها دور في هذا الأمر شكرا أستاذ جورجي سحاين تعرفين أنه من رجال التعليم أساسا وما فكرنا في مشكلة من مشكلات مصر إلا وارتطمنا في النهاية بخضية التعليم هي خضية الخضايا مهاتير محمد ونهره كل أصحاب التجارب الأساوية القريبة مننا بدأوا بالتعليم التعليم قضية حاكمة وتدهوره أدى إلى انكماش دورنا الإقليمي وإلى تدهور أوضاعنا السقفية وإلى تخبط مصرنا الإعلامي التعليم مسؤول مسؤولية كبرى ولذلك أنا أتمنى على المكتب وحاط الدفزيني أن تكون رأس حربة في اختراق عملية تطوير التعليم وتحديثه بقدر ما نستطيع كثينك تانك للدولة في هذا الاتجاهة وحندعو الخبراء ويكون منهم الأستاذ جورجي إصحاء وآخرين من رجال التعليم لنضم عقولنا تماما لإنقاذ هذا البلد أنا لما رحت إلى حضرات لندن سنة سبعين عشان أدرس الدكتوراه كان الطالب المصري والله في الطب لا يمتحن في المادة العلمية يقولوا للهندي أنت نمتحنك في المادة العلمية ونعفيك من الإنجليزي المصري ما نمتحنوش في المادة العلمية لأنه هي is up to the level بتاع الإنجليزي مستوى زي مستوى مش محتاج متحامة معادلة لكن يمتحن في اللغة الإنجليزية فقط شوفوا دلوقتي معظم شهاداتنا مش معترف بها في الدول العربية وده مسألة مؤسفة جدا التعليم ترديه عندنا غير طبيعي لا توجد مدارس والجامعات أصابها بقدر كبير جدا مما جرى وأصبحت زي المدارس الثانوية لما بروح نقش رسالة الدكتوراه وكلكم بتروحوا تشوفوا تفاجأ إنها مدرسة سانوية ضعيفة في مشكلة حقيقية في التعليم والتعليم هو عقل الأمة محمد علي بانا مصر الحديثة بالتعليم ولن تبنى مصر إلا بالتعليم فالتعليم خضية القضايا والله الأستاذ صلاة عبد المعبود من حزب النور بيقترح إنه يتم لقاء شهري أو ربع سنوي مع المسخفين لمتابعة جهود المكتب أوارين باور اقتراح مقبول وسوف نعمل بها شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور فتح بعينة بإيجاز شديد تعليق على مدارة من حوار بالأمس واليوم أن هناك ثلاثة قطاعات من الحاضرين قطاع تعامل مع المكتب منذ بداياتها ويعلم كل ما يتعلق بها وستك وأنه ممكن ربما كثيرون من أصحاب الشعر الأبيض هنا في هذه الفئة وقطاع أول مرة يشرفنا وربما لا يعلم ما يدور في سنايا هذه المكتبة وزي ما ساتك تفضلت المكتبة مليئة بذخائر علمية ولها نشاط متعدد وكنت آمل أن يكون هناك تقرير مكتوب عن هذه الستيتوذ آرط يوضع المكتبة حاليا وما هي الأبعاد المتعددة التي تقوم بها حتى لا يتكرر كل المطالب أو معظم المطالب التي تقالت موجودة أو الرد في المكتبة من حيث النشاط سوى بالنسبة للشباب وبنسبة للبحث العلمي أو للكتابة أو ما إلا ذلك نقطة الأخرى أن مكتبة الإسكندرية كانت أصلاً لمكتبة لجامعة الإسكندرية كان الهدف إنشاء مكتبة لجامعة الإسكندرية أستاذ الدكتور مصطفى العباد والأستاذ دكتور نطفي ديويدار رئيس الجامعة هم اللذاني تبنى يعني طلعت فكرة تحولها إلى مكتبة عالمية ويعني تم هذا ولذلك المبنى الذي نوجد فيه الآن مبنى المؤتمرات هو إهداء من جامعة الإسكندرية إنما مبنى المكتبة اللي هو الدير المعروفة دي دي المبنى الأصلي للمكتبة وهنا بذكر الدكتور محسن زهران عندما تولى يعني الإشراف على الإنشاء وعلى استضيانة هذا المكان الذي نوجد فيه نمرة اتنين جامعة الإسكندرية التي تقدمت أو قدمت لمصر هذه الأرض وبني عليها هذا المكان تحتفل هذا العام باليوميل الماسي مرور خمسة وسبعين سنة على إنشائه وفي هذا الكتاب الذي كتب عنها وهو الآن بيضبع فصل عن مكتبة الإسكندرية والدور الذي قامت به الجامعة فيه وأرجو أن تشارك معنا مكتبة الإسكندرية في هذه المناسبة أعتقد أنه رئيس الجامعة أتكلم سيادتك أو حيكلم سيادتك في هذا الموضوع وأعتقد أننا في شهر سبتمبر سيكون هناك مؤتمر عن التكامل المعرفي ومكتبة الإسكندرية مشاركة فيه وفي ديسمبر إن شاء الله سيكون الاحتفال الأخير النقطة التالية سيادت الرئيس أنني أريد تعظيم إيجابيات المكتبة وما أكثرها تعظيم هذه الإيجابيات وما أكثرها سواء على مستوى الكتب المطبوعة أو على مستوى المخطوطات أو على مستوى المتاحف كل هذا تعظيم رائع جدا لكن ودلتي دي مهمة المجال الجهورافي للمكتبة حتى الآن هو مجال الإسكندرية والبحيرة والمناطق المجاورة وربما لو فيه دراسة علمية عن الذين يظهرون المكتبة ربما نجد أن حوالي كانت 90% منها من سكان الإسكندرية أو إقليم الإسكندرية والبحيرة وده عدد سكانه يقترب من كانت 12 مليون نسمة خمسة الإسكندرية وحوالي سبع البحيرة وحوالي كانت تقريباً دلعة مليون أو إلا شوية مرسمة روح فهذا المجال مهم جداً لنشاط المكتبة الذي أرجو أن يتعظم دور المكتبة فيه ربط النشاط المكتبة بالمجتمع المدني السكندري ودي مهم جداً سكندرية كبيرة فيها تمام مدني رشيد ومثقف ثقافة عالية وكنت أتمنى أن يكون المجتمع المدني ممثلاً في هذا اللقاء وأرجو أن يمثل مستقبلاً يعني أنا مستقبلاً ممكن يبقى لنا لقاء كده المجتمع المدني السكندري والسلسة الجامعة في هذا المكان بالإضافة طبعاً إلى من اضطره المكتبة فيه دعوته الأمر الآخر أريد أسياد الرئيس إحياء المشروعات السابقة التي تحدثنا فيها وتوقف العمل فيها زي أطلس مصر أطلس مصر القومي الذي وضعنا لبناته في هذا المكان وأخذ شوطاً كبيراً وعقدنا اجتماعات عديدة وتوقف فيه في مرحلة ما لضيق ذات اليد كيف السبيل إلى أحياء هذا المشروع القومي الذي ينبغي أن يعلم الجميع أنه لا يوجد مطل أطلس لمصر قومياً بالمعنى الحقيقي إلا الأطلس الذي طبع سنة 1928 في المؤتمر الدولي للجورفيين الذي وقد فيه الجماعة الجورفيية المصرية الأمر الثاني أن هناك موسوعة الأعلام لم تكتمل يعني يا بدعت أرجو أن تكون قد اكتملت رائع الأمر الثالث المهم جداً سيادتك منتدى الحوار يريد تنشيط هو منتدى الحوار قائم بس تنشيط ومطلوب على مستوى كبير زي ما كان موجود قبل كده ودعوة كبار المفكرين اللي اشتراك فيه الأمر الآخر سيد الفاضل وهو أمكن الآخر والأخير طباعة كتب تكون في متناول الطلاب كتب المكتبة غالية يعني أنا شفت المعرض طبعاً يعني يعلم هذا كتب غالية طالب اللي ما ببعته بيشوفه يولي نقتاني كتاب برح بسأل على كتاب عن الإسكندرية قال لي بمتين جنيه والأطلس أطلس الإسكندرية برضو عايز كتب تكون في متناول الطلاب وسيدي هات تكون في متناول الطلاب بالظبط كده كما يفعل المجلس الأعلى للثقافة عندما أنتجنا سيدي عن مصر فقط ب30 جنيه ياخدوا حطوا شئرة في كل ما يتعلق بي ولذلك أرجو أن يهضى هذا الاقتراح بموافقة حضراتكم وأشكركم وأكتفي بهذا القدر دكتورة أبو عيانة تعرفين أن أستاذ أستاذة الجغرافيا والجغرافيا على فكرة علم العلوم أنا في رأي زي الفلسفة كده ما هي أم العلوم والجغرافيا علم العلوم وهي ده علم الأفق والتساع الرؤية هو بيحاول يرد المكتبة بشكل أو بآخر إلى نطقها المحلي في بعض أنشطتها كانشطة بداية لكن أنا عايز أقول أننا صحيح أن مكتبة الأسكندرية بالاسم ولكن أنا مكتبة يعني ذات طابع أكبر من هذا بكثير لكن الاهتمام بجامعة الأسكندرية بس أعايز أقولك دكتور أبو عيانة بيحصل هنا ندوات مفيش حد من طلب الجامعة الأسكندرية بيجي اللي إحنا عاديين في بسطهما إحنا في الجامعة إحنا جوة الجامعة يعني برضو الطلبة محتاجة للتوعية بدور المكتبة بشكل أو بآخر اللي تفضلت بيه موضوع الأطلس ده موضوع له مكانته بيقول لدكتور خالد عزب إنه كان المشروع ده كتستك ماسكو معاك الدكتور الشرنوبي تعاد هنحي كل هذه الأشياء التي توقفت منذ فترة طويلة الموضوع الصالون الثقافي برضو حيتعمل وحيبقى تحت مسمى الصالون الأسكندرية حيعود تاني كل هذه الأمور التي بدأت ثم توقفت منذ سنوات ستعود مرة ثانية يعني لا تقلق من هذا أبداً 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 الأستاذ أبو بكر السوي الحقيقة أنا أشفك على إدارة المكتبة من المطالب الكتير والمهمات الكبيرة يعني أريد المكتبة إن هي تسد النقص في كتير من أدوار المؤسسات وده طبعاً عملية صعبة ولكن مأمول إنها تسد النقص في أدوار المؤسسات الثقافية حضرك طبعاً عارف إن مؤسساتنا الثقافية في مصر فقيرة تحتاج إلى خبرات زي خبرات مكتبة الأسكندرية وحتى إذا وجدت الخبرات تفتقد إلى الرؤى وده اللي إحنا يعني عندنا طموح كبير جداً في مكتبة أسكندرية ودكتور مصطفى الفيه وفريق العمل إن هم يلبوا كل هذه المطالب في نقاط كثيرة كنت أود الحديث عنها بس طبعاً كل الأساسات تتكلموا فيها أوشير بس كده حاجات بسيطة جداً يعني في إطار برضو تدعيم أو تحسين العمل للثقافي في مصر مش مطلوب من المكتبة إن هي تقوم بالدور كامل ولكن تفعيل مؤسسات العمل اللي بتشتغل في الملاطق المحلية زي قصور الثقافة وزي المكتبات العامة والتعاون برضو مع الجماعات المصرية يعني مؤتمر الممتاز اللي حضرناه في الشتاء اللي فات ماتحدون في مواجهة التطرف لماذا مثلاً لا يُعقد في جامعة أسيوت أو في سهاج أو في قنة يعني الانتقال ليس بالضرورة يكون لنا فروع في المحافظات ولكن نشاط المكتبة يذهب للمحافظات ويذهب لمناطق الأطراف خصوصاً لأن كثير جداً من القضايا مثلاً قضية الهوية نحن عندنا أشكالات كبيرة جداً في الموضوع دوك وخصوصاً في مناطق الأطراف والله في القلب أيضاً وطبعاً هذا المأمول من مكتبة الإسكندرية في جزئية تانية طبعاً قضية التطرف يعني ليه الجماعات المتطرفة ليها سيطرة وليها إقناع على كتير من الشباب في المناطق المختلفة هم يذهبون إليهم ونحن في مكاتبنا طبعاً بشغلنا في إطار العمل البحسي والأكاديمي في مصر أن نحن عندنا مراكز بحوث ودراسات كتيرة جداً ومتنوعة ودوريات أكاديمية ومتخصصة ما عندناش مركز تفكير جامع ما عندناش شبكة جامعة لكل هذه المؤسسات تعمل من خلالها ويتم التنصيق والتعاون فيها ليه مكتبة الإسكندرية ما تقومش بالمبادرة دي وطبعاً ده يعني دور إيجابي جداً النقطة الثالثة والأخيرة التواصل مع مؤسسات العمل الثقافي العربية وطبعاً في نقصة في الجزئة دي كبير وشكراً جزيلاً نحن لسه جاينا جواب ودكتور نفين عرفة ودكتور رحمد يوسف من مؤسسة الوحدة العربية مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت كتير من المؤسسات العربية بعثت ومؤسسة الفكر العربي بعثتلي سبعة تامن مؤسسات عربية كبيرة بعثت تقول إنهم يعني يريدون أن يتواصلوا معنا ويستبشرون خيراً في المرحلة القادمة في التعامل معه برضو يا جمعان عايز أقول لكم يعني ملا يشكر إن لذين سبقوه بأساء إلى نفسه وإلى مستقبله حتى المكتبة تواصلت مع جهات دولية كثيرة يمكن الجهات العربية والإفريقية محتاجة بعض الدعم ممكن نعمل إسبوع ثقافي مع إثيوبيا يلين الأمور ويزيت العلاقات بيننا وبينهم لأنه ليس كالثقافة مدخل لأنه دي مدخل عام ليس فيه أبداً مشكلات تمنع أحد من التواصل مع الطرف الآخر حنحاول أن نتواصل مع هذه الجهات ومعندناش مانع أن بعض المناسبات تتم في المحافظات ما ليش مقر دائم لأن الويب سايتس والحاجات التكنولوجية حسمت هذا وعدد المترددين يؤكد أن التواصل قائم وكل كتبنا على فكرة لأن الدكتورة معينة كان بيشتكي من الأسعار بتقولي الأستاذة هدى أنه كل دي موجودة على الويب سايتس مفتوحة لكل الناس ديجيتل ومع ذلك يا دكتور فاتحي نحاول نسعى نحن ماداش ننزل بمستوى الطباعة لأن لها مستوى معين ستاندرد عالمي له قيمة بمرتبط المكتب الأسكندرية لكن أقدر أبعد بعض الكتب لهيئة الكتاب أو لمؤسسات الثقافة الأخرى الشعبية تعمل طبعات شعبية منه سوف نسعى إلى ذلك أيضاً بكل الطرق أنا دعوت الدكتور إسماعيل سراج الدين للغداء معايا أول مبارح وعادنا والراجل أبدى ارتياح شديد جداً لمسيرة المكتبة في الأسبوع القليلة الماضية وهو يعلم أننا نتواصل والعلاقات بيننا وبينه وعلاقات مستمرة ولازال مع المكتبة باعتباره المدير المؤسس فأنا عايز بأطبع منكم إن لا شيء سوف يتراجع ولكن بالتأكيد كل شيء سوف يتخدم بحكم قانون الزمن نفسه والمستقبل الحقيقة ما عنديش حاجة بعد اللي قاله الدكتور عبد المنعم سعيد مبارح أنا موافق تماماً على فكرته هذه المؤسسة المفروض أنها مؤسسة لإتاحة المعرفة بشكل أساسي ودي قضيتها ولو شتتنا جهد المكتبة في أمور متنوعة ففي الحقيقة بنهدر طاقة المكتبة وإمكانياتها ما ينبغي أن تركز عليه المكتبة هي مهمتها في إتاحة المعرفة أولاً وفي المساهمة في إنتاج المعرفة ثانياً دي الوظيفة الأساسية لمؤسسة بحجم مكتبة إسكندرية ودل لها النجاح والاستمرار والتطور إلى الأمن وشكراً شكراً أنتم تعرفين طبعاً أن الدكتور عماد كان أمين عام مجلس الأعلى للثقافة سنوات طويلة ثم وزير الثقافة طبعاً وحد ما يعرفش أن أحمد أبوغازي كان وزير الثقافة كان وزير الثقافة لكن الأهم من هذا أنه من خبراء الثقافة المصرية لأنه ظل لثنوات طويلة أمين عام مجلس الأعلى للثقافة قبل أن يصبح وزيراً ومعانا أمين عمك بالاستقافة الحالي الدكتور عماد ربيع تفضل مناقشة أي رؤية لمستقبل المكتبة يجب أن يعتمد على عدات محاول أولا تقييم الوضع الحالي للمكتبة خاصة أوجه الكسور والمعوقات مرورا بمقترحات التطوير ووصولا لأليات التنفيذ واللي كي لا أطيل على سيادتكم سوف أختصر كلامي أو بالأحرى مقترحاتي في رسائل سريعة واحد مقترح بتتشين مركز أو دائرة تحت عنوان مركز الحوار أو التسامح أو التنوير أو أي أن كان أسمه يكون له دور طوعوي لمواجهة الأفكار المغلوطة ومنها الإرهاب التي اكتاح مصر هذه الأيام والعمل على ترجمة كل ما يصدر عن هذا المركز وأهم فعلياته بأكثر من لغة للعمل على وصول الأفكار المطروحة إلى البلدان التي لا تعرف إلا القليل عن المعرب والإسلام الحق اتنين دائرة تنمية ثقافة الطفل وهي دائرة تهتم بثقافة الطفل المصري من خلال ما يصدر عنهم المطبعات وأبحاث ومؤتمرات ومهرجانات وذلك بمشاركة المركز القومي لثقافة الطفل ولجنة ثقافة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة وبعد كليات رياض الأطفال وأقصام التفولة ويستطيع المجلس الأعلى للثقافة متمثل في المركز القومي للثقافة الطفل أن يمدى المكتبة بكافة الإصدراطي من أدب الخاصة بالطفل أدباً وأبحاثاً ثالثاً إدارة لرصد حركة المؤتمرات الثقافية بمصر رابعاً إدارة لرصد المسابقات والجوائز عن شعوب العالم العربي ورصد جائزة عالمية للمكتبة شكراً من سيدتكم شكراً أنتم تعرفين أن على خطنا بوزارة الثقافة علاقة طيبة وإحنا حرسين على هذا ووزير الثقافة عضو بحكم منصبه في مجلس أماناء المكتبة طيب من النساء عبقى أن يفت الأنباء رمي عطرناك شوية معاليش لا أنا ما تعطلتش أنت نورتنا أنا أشرف بوجود اليوم بيكم وهو أيضاً عشان أنت بعرفه علاقة نبي مديري من مركز الثقافة الورثودوكسي طيب الكنيسة فهو إلى الجانب الروحي الذي نقدره فيه ونحترمه له جانب ثقافي ومخالاته منشورة في الأهرام والأخبار بصفة منتظمة لا يا خليك دكتور أولاً أنا بأسق في رؤية الدكتور مصطفى ورؤية العاملين معها بالنسبة لمكتب الإسكندرية لكن أنا هبتدي ببيت شاعر صغير أنا مش شاعر لكن حفظت هذا البيت من متنيح البابا الشنود الثالث لما قال من وعد تاريخه في قلبه فقد أضاف أعماراً إلى عمره هذا التاريخ الموجود في مكتب الإسكندرية التاريخ الموجود في مكتب الإسكندرية هو تاريخ مش مصر بس بل هو تاريخ العالم كله لأن مكتب الإسكندرية منذ بدايتها وتأسيسها كانت بتقام على الحوار والمنقشة بين الأستاذ كمعلم والتلاميذ اللي كانوا بيحطوه وأعتقد أنه أي قراءة لازم يكون فيها الإبداع فيها النقد فيها التحليل فيها الحرفية هتطلع لنا عقل متعلم هيتطلع فهم وتعبير قوي هينمي كل الاتجاهات الفكرية الموجودة وده هيقوم على قاعدة علم تفتح قدامنا ممتلكات فكر غنية لكل الناس الموجودين بعض المناقشات اللي سمعتها والسرية من كل الأساذة والمثقفين والعلماء إحنا نحتاج نعمل آب للمكتبة آب حاجة اسمها آب في الموبايلات للمكتبة مش موقع الآب دوت اللي ينتشر فيه مع بعضيهم ليه فايدة مهمة جدا إن أنا عندي جيل أو جيلين في مصر إحنا فقدناهم أنا مش باقي عليهم كتير غير ممكن أحسنهم وبنسب مختلف عشان ما نرميش كتير على تحسين الناس لكن أبص الأجيال اللي طلعة اللي فيها المستقبل اللي هي ممكن تشيل بلد ودي ممكن نأثر فيها بشكل كويس جدا النقطة التانية كدور لمكتبة اسكندرية ونجحت في الكورون الأولى في تاريخ العالم إنها تقبل كل الثقافات الأخرى داخل المدرسة واستطاعت أن تحل كافة المشاكل الموجودة الدينية والعرقية وحط إلى آخره فالمكتبة بكل محتواها تقدر تقدم هذا الكلام إنبارح كانوا بتكلموا على قناة ثقافية للمكتبة أنا برقص قناة ثقافية اسمها ميسات معظم الموجودين شرفنا بوجودهم فيها وهي مفتوحة لكل المصريين لكن تكلفة قناة مرعب جدا ولو حطنا ثقافة طول النهار قدام الناس ما حالش يبصلها فتسقط القناة ويسقط الثقافة أنا بأهدي مكتبة الاسكندرية إهداء كامل إنها تقدم برنامج كامل تختار الوقت اللي أنتوا عايزين واليوم يعني المكان واليوم والساعة زمنتوا عايزين تعملوا فيه مناقشة أو حوار أو تقدموا فيه صالون تقدموا فيه أي موضوعات تحبوا تنقلوها ممكن مسجل وممكن هوا وممكن يبقى فيه مداخلات من الشعب كل الخبرات اللي في إيدينا هنحطها في مكتبة الاسكندرية ليه؟ إنه كان بيتناقشوا إزاي تصل مكتبة الاسكندرية للجمهور أنا مش أوصلها جوة مصر بس إحنا كمان هنوصلها إلى خارج مصر إحنا ميسات دي بتزعب في كندا وأمريكا وأمريكا الجنوبية وفي أوروبا وفي الشرق الأوسط وابتصل إلى أستراليا وإلى جنوب أفريقيا فكل الكلام ده ممكن يتوحد كله في الوقت اللي أنتو عايزينه ولو نجحت هذه الفكرة هتلاقي كل الكنوات بتسعى لمكتبة الاسكندرية تضم مع مكتبة الاسكندرية عشان تنقل هذا الحوار اللي أنتو عايزين تعملوه سبوعي شهري كما ترون أنا بفتح المكان ده قدام مكتبة الاسكندرية كأهداء من المركز إلى المكتبة النقطة التانية بما أنكم أنتو مكتبة عالمية وموجودة على أرض مصرية وأنا أعرف الدكتور مصطفى بعلاقاته الكبيرة جدا هيعرف يربط مصر بداخلها بالخارج بشبابها الخارجيين وعلمائها وكل مسقفنا وده الدور اللي أنا أعتقد لو نجحنا نعمله هنغير كل الثقافة الموجودة في مصر وأنا بصفتي أعتبر نفسي أحد تلميذ دكتور مصطفى الفئي وكراسة بابا شنودة الثالث لأن أنا يعني لما جيت من الدير مرمينة هنا في صحراء مريوت كنت أشوف العلاقة الحميمة والحوار والمحبة استطاعوا فعلا معا أن يكونوا مؤسسين للمركز الثقافي الكبتر الزوكسي والدكتور مصطفى اللي فيه حضر اتتاحه وهو اتتاح يوم عيد تجليزة بابا شنودة كبطرك وعيد ميلاد الدكتور مصطفى الفئي في 14 نوفمبر 2008 وبصراحة احنا عندنا قسم الترجمة وقسم الناشر احنا نتعاون معاكم في اللي انتم عايزينه كاملا ونضع المركز بكل امكانياته داخل مصر وفي أمريكا وفي ألمانيا في ايدي المكتب تسكندرية وبكل علاقتها وأنا بشكركم فعلا لكن ابتدوا تشتغلوا عمل إيجابي ويسيبوا السلبيات إن السلبيات هتقع والإيجابات هتطلع وأنا أقصد في حكمتكم وأشكركم جميعا برضو العقلية العلمية حلوة نيافة الأنبى صيدالي أصلا بس ليه الاتراكشن الديني اللي تسياد لي يعني الأنبى متى المسكين صيدالي ونيافتك صيدالي وعشرات من الكبار الباب الحالي طبعا صيدالي ومتربف ده منهور بصراحة بتواسسياد لعشان بيشغلوهم في الكيميا يعرفوا التفاعلات ورياضة وبعاكد يشغلوهم شوية في بيولوجيا وشوية في فيزيكس يعني فبتليهم كوكتيل من كل حاجة فبيقدر يعني يفتل أنبى إحنا نرحب بالتعاون مع كل المؤسسات الدينية على أرضية وطنية كاملة فلا يوجد مشكلة عرارة الأستاذ فريد زغران أهلا فريد باشا أولا عايزة أقول يعني عايزة تبنى فكرة الدكتور عبد منعم نبدأ بالمفروض المكتبة ما تعملوش المكتبة مش مفروض تشتغل في السياسة حتى لو بدأ وكأن بعض القضايا السياسية مهمة لكن هي القضايا السياسية نفسها المهمة زي التطرف أو التعليم أو كده هي لها مدخل ثقافي فحتى لو تم تناول قضية لها أبعاد سياسية في مكتب سكندرية وفترض أن يتم تناولها من مدخلها الثقافي فقط اثنين هل المكتبة مفروض تكون شعبوية تفتح فروع وتتواصل مع الجمهير وحاجات زي كده أنا ضد الفكرة دي أنا رأيي الثقافة بالتعريف هي مسألة نخبوية وفكرة أننا نتواصل مع الجموع والشعب والمعاني الكبيرة دي يعني يطرق ذلك للأحزاب ربما في أحسن الأحوال لكن الثقافة يفترض أنها بالتعريف نخبوية ثلاثة الفكرة بتاعت أن المكتبة تتبنى أو تنحت أو تبني مشروع فكري فكرة مستحيحة المكتبة يفترض أن تتبنى أكثر من مشروع فكري أن تحتضن أكثر من مشروع فكري وأنا في هذا الصدد بقى رأيي أن المكتبة لها ثلاثة وظائف أساسية الأولى أنها تكون مظلة لاتجاهات ثقافية وفكرية مختلفة مظلة لتجارب فكرية وثقافية مختلفة المكتبة عليها أن تفعل ذلك بمعنى أن تبحث عن هذه المدارس والاتجاهات أن تسعى لتبنيها أن تسعى لاحتضانها أن تسعى للترويج لها لكن لا ينبغي أن تنحز إلى واحدة منها اثنين المكتبة هم متها أن تتواصل مع العالم زي ما تقال مبارح هي نفذة للعالم نفذة مصر للعالم ونفذة العالم على مصر فبالتالي دورها الرئيسي والتواصل مع الثقافات الأخرى وأنا تصوري أن هذا مشروع طموح والمكتبة فتها كتير في هذا الصدد أنجزت الكثير وفتها موضوعات مهمة قد يأتي ذكر ذلك تفصيلا في وقت آخر ثلاثة المكتبة يفترض أن تفتح مجالات للتعاون مع مؤسسات ثقافية مستقلة أمثلة كثيرة تضربت وأمثلة كثيرة أخرى ممكن تتضرب لكن أنا أفاجأ أحيانا أن هناك كلام يتناقض مع هذه الفكرة زي أننا نقول مثلا المكتبة تطلع مجالات علمية محكمة أنا مع أن المكتبة تبحث عن المجالات العلمية المحكمة الكويسة التقيلة وتدعمها تتبنيها تحتضمها تتعاون معها لكن أن تتحول المكتبة إلى منتج للثقافة أنا لا أتحفظ على ذلك بمعنى أن هي تكون منافس للمؤسسات الثقافية لا هي تتعاون مع المؤسسات الثقافية يعني أنا أضرب مثال بسيط بتجربة المركز القومي للترجمة مركز القومي للترجمة أفضل له يصدر ألف كتاب في السنة أو مئة كتاب في السنة لوحده واللي يتعاون مع الناشرين ويطلع 200-300 كتاب في السنة لأن الناشرين ممكن يقوموا بتعاون معه بأعباء يخففوا عنه أعباء كثيرة هو بيقوم باختيار الكتب كويس بيقوم بترجمتها وفقا لمعايير كويسة ده محترم بيقوم بشراء الحقوق من الناشرين الأجانب فيضمن صنعة مصر كويس جدا لكن بعد كده هو يطبع ليه ويوزع ليه ما لهؤم ما لهلنا دي ما يديها لأي ناشر بالتعاون معاه فيقتسم التكلفة ويخفف عنه أعباء وينتج بدل 100 كتاب 200 كتاب التجربة دي بيعملها الدكتور أنور بنجاح وأنا رأيي أنها مهمة جدا بنفس الطريقة في التفكير السنة اللي فاتت دي كان فيه التعاون مع الصين وكان فيه جهد جبار بيفزله الجانب الصيني في هذا الاتجاه أنا في وجهة المؤسسات الثقافية المصرية اللي تفاعلت مع هذا الحماس من الجانب الصيني كان تجاوب ضعيف من وجهة نظري كان ممكن مثلا مكتب السكندرية لو هي مهتمة كما ظل بالحوار مع الطرف الصيني على الصعيد الثقافي مش بس بقى تتعاون مع الطرف الصيني بس دي تتعاون مع الطرف الصيني واتدخل في الموضوع المركز القومي للترجمة واتدخل النشرين يعني وتفتح مجال لتعاون واسع جدا فيبقى الانتاج ملموس وكبير أنا متصور أن على المؤسسات الثقافية الكبيرة اللي زي مكتب السكندرية أنها تتجنب فكرة أن تكون بديل للمؤسسات الثقافية الأخرى لما تكون سند للمؤسسات الثقافية الأخرى داعم للمؤسسات الثقافية الأخرى مش بديل لها بس شكرا على وجهة النظر دي لأنه فعلا تفك الاشتباك بيننا وبين هيئات كثيرة جدا أنا مش شغلتي بالضرورة صناعة الثقافة إنما ممكن أن تكون الترويج للثقافة بالتعامل مع الهيات دي أشكرك على هذا شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور أحمد يوسف هو ضربة إيلة فضل يا دكتور فضل وفي من أحمد يوسف الله يخليك هو الدكتور نصفة منعنا من التهنئة بس أنا لا أستطيع أن أمنع نفسي من التعبير عن تفاؤلي الشديد بالمستقبل فالحقيقة اللي بيتكلم في اليوم التاني وفي الهزيع الأخير من هذا اليوم ليس أمامه الجديد الكثير ليقول وأتصور أن مهمته أساسا هي محاولة عرض نوع من الخلاصات أنا بعتقد أنه بالأمس دار حواراني رئيسيا الحوار الأول كان على نهج عمل المكتبة والحوار الثاني حول إشعاع المكتبة في نهج العمل كان هناك من يطالب المكتبة بأن تتطلع بسد النقص في كل شيء في مصر والنهج الثاني يطالب المكتبة بأن تكون بالأساس مؤسسة معرفية وأنا أنحاز للنهج الثاني بوضوح شديد والحقيقة أن أنا غير مستريح مثلا أن المؤسسة الأزهر أصبحت تجد أنها مطالبة بإبداء الرأي في أي مشكلة يوجد فيها شبهة مسلمين قضايا المسلمين وقضايا الدين الإسلامي قضايا ملغومة وأحيانا ظاهرها يبدو كأنه ديني لكن بطنها بيبقى ملغوم بالسيازة وبالتالي الأزهر بيعرض نفسه عندما يتصدى لكل مشكلة فيها كلمة مسلمين أو إسلام بتبقى مشكلة فلا نريد أن نعرض المكتبة لهذا الموقف لكن انحيازي إلى هذا النهج لا يعني العزلة عن قضايا الوطن ولكن القضية في منهج التناول يعني هناك جدل واسع يدور حول قضايا محورية يعني مثلاً المشروع النووي المصري فيه جدل حقيقي بين أنصاره وبين خصومه في هذه المسألة المكتبة لا تستضيف هذا الجدل لكن تجيب لنا كتاب بيتكلم عن البرامج النووية ما لها وما عليها وتقيم حول ندوة قضية زي قضية تيران وسنفير مش هنعود نستضيف الشجار والحوار ولكن ممكن نجيب كتاب محترم جداً حتى غير مصري عن تعيين الحدود البحرية وننور الناس قضية زي قضية ندرة المياه نفس المسألة مصر مقبلة على مشكلة مياه خطيرة فبرضو نتكلم على هذه الأمور إصلاح الاقتصادي مش هنيجي نقول قرارات شريف إسماعيل صح ولا غلط إنما مثلاً نعرض لتجارب الدول الأخرى في الإصلاح الاقتصادي وهكذا وبالتالي المكتبة لا تعزل نفسها عن قضايا الوطن ولكنها تتناولها بنهج علمي بعيد عن هذه الأمور وفي هذا الصدد أنا بأثني بشدة على ما ذكر الدكتور أنور مغيس وأمن عليه الدكتور مصفة أنا أحلم بأن تكون المكتبة نقطة انطلاق في حركة جديدة للترجمة سواء من اللغات الأجنبية إلى العربية أو العكس هذا الدور حتى الآن لا يجد في الوطن العربي كله بما في ذلك مثلاً مؤسسة زي المنظمة العربية للتروية والثقافة والعلوم من يقوم به لو أن مكتبة الأسكندرية بتاريخها القديم وبانطلاقتها الحالية تطلع بهذا الدور أنا أعتقد أن هذا سيكون نقطة مهمة للغاية الحوار الأساسي الثاني دار حول إشعاع المكتبة وبدأ بفكرة الفروع اللي هي واضح أنها ستكون فكرة مكلفة مالياً وإدارياً ولا لزوم لها لكن أنا بنحاز لفكرة الحضور أن المكتبة يجب أن تكون حاضرة حاضرة خارج الإسكندرية موجودة في القاهرة موجودة في أسوان بأنشطة وفي أفكار عظيمة طرحت في لقاء الأمس واليوم حول كيفية هذا الحضور يعني دكتور صلاح سلم مثلاً نتكلم عن مسألة أن المكتبة ممكن تستضيف أو تقيم رابطة مع ناس بيعملوا في مراكز الشباب وهكذا وبالتالي مسألة الفروع مسألة تبدو يعني بعيدة جداً إنما الحضور أساسي ومن ضمن الحضور فكرة التشبيك مع مؤسسات أخرى ويمكن لأن المكتبة سبقة وأن أقامت شبكة علاقات دولية ممتازة ففعلاً واضح أنه كثير من الحاضرين بيركزوا على فكرة التشبيك العربي وأنا أتصور أن إحنا لو بدأنا بتشبيك مع عواصم متوسطية عربية زي بيروت والدار البيضاء وتونس وما إلى هذا وعلى فكرة المكتبة ممكن تلعب دور ممتاز في تحسين علاقات مصر المضطربة مع هذه الدول من باب الثقافة النقطة الثانية اللي يمكن مستمساً سريعاً اللي هي فكرة تقييم التجربة الماضية الحقيقة التجربة الماضية لا شك في أنها كانت تجربة عظيمة ولكن هذا لا يغني عن النظر المتأني يعني أنا مثلاً يمكن الجانب الوحيد اللي شاركتي فيه بكثافة في عمل المكتبة كان تجربة اللجان العلمية وتجربة اللجان العلمية لها ما لها وعليها ما عليها كان فيه إنجازات عظيمة وكان فيه أيضاً عثرات شديدة ما كان يجب أن تحدث أيضاً المكتبة الحقيقة لها عديد من الأنشطة الراقية الراقية وأنا لا يمكن أن أفكر فيه إن أنا أقول ده زيادة ده كذا لا بس أنا أريد أن أركز على ضرور التقييم الاستفادة والحضور ليس لكي نقول هذا نشاط لا يقبل عليه الناس فنلغيه ولكن لكي نقول هذا نشاط لا يقبل عليه الناس فكيف نزيد إقباله ده بالنسبة للتقييم النقطة قبل الأخيرة أنه طبعاً هذا اللقاء بيوميه مليء بالأفكار الرائعة وفيه مشكلة موارد وبالتالي أتمنى أن وأنا طبعاً ده لابد أن يحدث بس أنا أركز على فكرة وضع نظام للأولويات بما نبدأ وما الذي يكون رقم اثنين ورقم ثلاثة إلى آخر هذه الأمور خصوصاً أنه في مشكلة اسمها الموارد وبالتالي لابد من نظام للأولويات آخر شيء أنا باقترح شيء لا أعلم إذا كان موجود أم لا ولكني أحلم بشيء يسمى جمعية أصدقاء المكتب الجمعية دي لا تكلف شاء طيب إذا كانت موجودة بس أنا بقول بقى أن الجمعية دي إذا كانت موجودة يجب وزي ما تقال فيه كتير من اللي حضرين مش متابعين نشاط المكتب بس يجب أن يكون من ضمن مهمها الأساسية أنت كل في مجاله أن يقترح بالإيميل ما فيش لاجتماعات ولا يقول يا جماعة ده فيه كتاب خطير طلع في الاقتصاد ده فيه كتاب خطير طلع في الفيزياء النووي ده فيه عالم زو سمع عالمية بيزور مصر الآن أو هيزور مصر الشهر الجاي لو سمحتوا استضيفوه برسالة إلكترونية وما إلي هذا وشكرا على حسن للسماء نحن بنشيرك على المراحزات الخيمة والأراء الجديدة التي ترحتها يا دكتور أحمد وده المتوقع منك نحن بس بنطالب الأستاذة حنان مونير موجودة معايا هذه المراسة الجيد والعظيم لدكتور إسماعيل سراج الدين هي مديرة المكاتب المشرفة عليها عايزين نعمل عملية تفريغ تبتشوفيها كلها كاملة لكل ما ترح من أفكار أمس واليوم طيب بس ونا بيدي للشباب حظوا شوي الدكتورة إيمان رجب اللي عليها شكرا نفان لما كنت أفقد الأمل أن أنا أتكلم وستمتعت بالاستماع بصراحة باختصار شديد أنا شايفاً المكتبة عندها أنشطة كتير جداً وأنا اتفاجئت بمعارض في الفيديو مبارح يعني في حاجات كثيرة ما كنتش عارفها بصراحة وبالتالي أنا شايفاً الهدف المرحلي المهم نركز عليه اللي هو إعادة توظيف الأدوات الموجودة في المكتبة بهدف تأكيد حضرها عن مستوى العالمي وفي الإطار دا عندي أربع مقترحات رئيسية المقترح الأولاني وده يعني رغم أن فيه خلاف مبارح حوالي بس أنا شايفاً مهم في ضوء عدم موجود منصة حوار في المنطقة العربية بصفة عاملة يعني عندنا حاجة اسمها الدوحة دي بيت وفيه دي بيت اللي بتستضيفه البي بي سي في لندن من فترة للتانية مهم أوي أن المكتبة تعيد طرح نفسها كمنصة للحوار والنقاش بين الدول العربية وبينها وبين الحضرات الموجودة في جنوب المتوسط رأيي أن ما تقتصرش المسألة على قضية الإصلاح تمتد الأضايا تانية زي الإبداع والابتكار مسألة التعددية الثقافية إعادة طرح قضية الإرهاب من منظور مجتمعي قضية التطرف من منظور ثقافي وهكذا المقترح التاني وهو مرتبط مسألة الانتشار المكاني للمكتبة وأنا ضد فتح فرور للمكتبة لكن في ممارسات دولية ممكن المكتبة تستفيد منها الممارسة الأولى مسألة عقد نشاطات مشتركة مع الجامعات العالمية اللي عندها مكتبات مهمة زي جامعة تيل جامعة هارفورد ممكن يتم عقد نشاط سنوي في مقر هذه الجامعات وهيكون لي أكثر من فايدة بالنسبة للتعايف بنشاط المكتبة المقترح التاني المرتبط للتوسيع النشاط الاستفادة من خبرة بعض الشركات الدولية زي شركة جوجل عملت من 2009 حاجة اسمها سفير جوجل والسفير ده وظفته الأساسية أنه يعرف بأنشطة المكتبة داخل الجامعات المختلف وده لها يكلف لا لي تكلفة مالية ولا أي حاجة أو حاجة أدبية بيتم اختيار أحد الشخصيات أو أفضل الطلبة في أحد الجامعات للتعايف بأنشطة المكتبة وده ممكن يتطبق جوه مصر وفيه أهم الجامعات الدولية المقترح التالت أنا تفاجئت أن فيه مركز هنا اسمه مركز الدراسات البيئية وأنا نفسي أن أنا شوفه فيه التصنيف الدولي بتاع جامعة بنسلفينيا الخاص بمراكز الأبحاث هو استحدث قطاع جديد في التأرير اسمه قطاع الدراسات البيئية نفسي أن المكتبة تسعى إلى إدخال مركز الدراسات البيئية ضمن التصنيف العالمي وده يفيد الجهود الخاصة بمسألة الانتشار الدولي للمكتبة الاقتراح الأخير وهو استكمال لما طرح النهاردة والمتعلق بتوسيق سورة يناي يعني أن المكتبة توسق السورات العربية بصفة عامة وتجمع كل الوثائق وسواء كانت الوثائق الصوتية أو الفيديو أو الورقية التي بتوسق هذه المرحلة وتحولها إلى ريبوزاتوري يمكن الوصول إليه من كل الدول العربية سواء كانت بطبيعة ديجيتل أو في صورة ورقية شكرا شكرا دكتورة إيمان مش غادة خلاص دكتورة إيمان رجب الباحثة العظيمة لما جيه بطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية سأل عن بعض المذكرات والأوراق وجد أن الوزارة خالية تمام يقول له ده كان أرشيف أحمد الزند ده أرشيف كل واحد يوما يتخذ ورقه واللي راح وده الرئاسة واللي راح به البيت لا يوجد ذاكرة فجاب اتنين من أقرب تلاميزه إليه اللي هم أنا ومحمود مرتضى وكلفنا في سنة سبعة وسبعين بالبدء في إعداد أوراق البيضاء كان يمي عن كامب ديفيد وبعدين بعد كده عن أفريقيا وبعدين أمريكا اللاتينية وبعدين قناة السويس لأن فعلا استعادة ذاكرة الوطن هي ده أهم عندنا فترات سقطة من تاريخنا يا حضرات وفترات طويلة جدا محل جدل بشكل واضح لأنه لا يوجد دراسة توسيقية تحسم مكانة هذه الشخصيات أو تلك المواقف فدي مهمة مكتب الإسكندرية ومهمة الرجل على شمالي بالذات أنه بيعمل في هذا إنما هو دكتور سامح فوزي يلا دكتور سامح شكرا لأستاذ سامح أخيرا أنا هبقى سريع الواحد دايما نحن بيقول أخيرا لأنه بتبقى أفكار كتيرة تقالت ومش مطلوب التقرار لكن أنا بتخيل لو إحنا بنقول إن إحنا المكتبة دورها الأساسي لأن المكتبة دعب لعبة دور كبير لا يمكن إنكاره في فترات صعبة جدا مرت بيها البلد وأنا أعتقد إنه زي ما كناش هنتراكم على الدور ده هيبقى يعني مش يعني لازم المكتبة هي لتعملوا مش هتتعملوا أي حد تاني لو إحنا اتفقنا على إنه المكتبة دورها إتاحة المعرفة أو إنتاج المعرفة واللي أضفته يا دكتور مصابة في الآخر هو الترويج للمعرفة فأنا عندي استراتيجيتين أساستين من الكلام اللي اتقال من إنبارح وأن النهاردة هي جزء منها مرتبط بالتعمق وجزء منها مرتبط بالانتشار وكل واحدة من دولة سواء التعمق أو الانتشار ليها آليات كتيرة بتكلم مع التعمق فأنا لا نقفل أبدا دور النخبة وعلاقة النخبة بالقضايا الشائكة اللي بي موجود فيها الوطن والمرحلة الحارجة اللي احنا بنمر بيها وهنا وأنا بتكلم في دوة مهم قوي أعمل نوع من أنواع التزاوج مهم جدا واللي تقال برضو من المجموعة كلها إن النخبة مهما كان أنا مش بتكلم على عمر أو سن لكن أنا بتكلم على مجموعة بيطلق عليها النخبة هي التحامها مع الشباب لأنه إحنا اتعلمنا مش من خلال رأية كتب ولا من خلال نحن نتفرج على برامج التوكشو لكن من خلال موائد الحوار ونوع من أنواع العصف الفكري اللي بيتم ده بيساعد على بناء وعي معرفي لدى أجيال أنا أعتقد المكتبة كانت رائدة في ده فلازم تكمل فداء لو أنا بقول إن فيه طبقة وفيه فئة في المجتمع بتتآكل لكن علشان أحافظ عليها واستمرياتها وتطورها لازم أعمل هذا النوع من أنواع التزاوج الفكري والمعرفي لو أنا بتكلم على الانتشار أنا عارفة طبعا بيبقى طموحات المجتمع المصري واحتياجاته عالية جدا ومن بدر يعملين نطلق عدد من المحافظات كأولويات إلا إنه اتقال وسط الكلام إنه فيه قليات كتيرة للانتشار بروتوكولات التعاون وإحنا كمنتدى حوار ثقافات في الهيئة الإنجلية كنا محظوظين أن في بداية عمل المكتبة مع منتدى الحوار كان فيه بروتوكول وقدرنا من خلال البروتوكول ده ننتشر في عدد من المحافظات مش بس محافظات والعمل على مستوى المحافظة لكن كمان العمل على مستوى النجوع والقرى وأنا أعتقد أن اللي بتواجه المجتمع المصري دلوقتي هو غياب الوصول لهذه الفئات فرجاء أن يتم أنا عارفة أن فيها أفكار كتيرة تقالت هي محتاجة مطابخ ومحتاجة مجموعات عمل صغيرة عشان الأفكار دي لو فضلت يعني في السحاب أعتقد هنبقى بنقول كتير قوي في كلام جميل لكن محتاج لي تعمل له قليات ورجلين وأشيد وأنا معي الميكروفون بالدور للعب الدكتور عادل أبو زهرة من خلال وجود لجان الليجان دي بتساعد على قد ما الليجان دي وأفرادها بيستفيدوا على قد ما كان احتكاكهم كان بيساعد في تطوير بعض الأليات ووصول هذه الأفكار اللي هي ممكن تبقى جميلة في السحاب إلى أرض الواقع وأسفل الإطالة أستاذ سميرة أنا بنتهي سفورس توجودك وبحيل هي الإنجلية وعلى دورها الاجتماعي والتنويري والثقافي على مدى السنوات الماضية لأ أنا بشكر حذاك لدعوة الوجود هنا معي شكرا هذا طبعا تماما وكتب لي أستاذنا الأستاذ مفيد فوزي عفوا قلتم أن المكتبة فيها نشاط غير مسبوخ وكل ما تطلبونه المقترحاته وهي الكمال الكامل فهل كل النقاش الدائم إضافة أم تروخ لك أصواتنا عفوا مرة أخرى فعلا وكل شيء بتهمس في ودني نائبة المدير المهندسة هدى المقاطي وتقول هذا عندنا يعني تقريبا 95% إلا ما يكن أكثر مما قيلة من أفكار طرحاه إسماعيل سراج الدين ومجموعاته في السنوات الماضية فلا تبخسوا الناس أشياءهم يلا الدكتور أيمن عبلوها بتفضل شكرا شكرا جزيلا للمشاهدة دكتور مصطفق حقيقة يعني أنا هبتدي من ملاحظة حضرتك أنه في حاجات كتيرة موجودة في المكتبة إحنا ما نعرفهاش وبالتالي دي نقطة في الحقيقة محتاجين نعرف إحنا القصور جاي منين وأعتقد أنه مسألة القصور دي بتحتاج أو بتدفعنا لفكرة التقييم وتحديد الأوليات اللي أشار لها الدكتور أحمد يوسف وأنا أعتقد أن دي أكيد موجودة عند فريق العمل في المكتبة للتخطيط وتقديم الرؤية المستقبلية فبالتالي دي نقطة الانطلاق الرسالة الحقيقة اللي أنا متصور أنه وتم الإشارة لها هي مكتب اسكنديرية مكتبة عالمية على أرض مصرية تهتم بالمعرفة وبناء الإنسان المصري وبالتالي هنا النقطة الأساسية مش في القضايا ومش في الأولويات لكن كيفية المعالجة أنا أعتقد أنه فكرة تناول القضية هو ده الأساس اللي إحنا محتاجين نحن يعني نركز عليه البعد الثقافي والتنويري للمكتبة مهم أنه يتم ضمن إطار بناء حركة ثقافية في مصر لكن أنا في الحقيقة أنا هتوقف دايما عند فكرة الحوار المجتمعي وكيف يتم في مصر مصر عندها مشكلة كبيرة في فكرة الحوار المجتمعي أنه في الحقيقة ليس حوار تراكميا وبالتالي ده أنا أعتقد أنه محتاج شوية مجهود من الفريق في المكتبة في فكرة انتقاء وإدارة عملية الحوار كيف يعني من يعني يكون موجود في الحوار وكيف يدار هذا الحوار وفقا للتخصص ووفقا لما يمكن أن يتم تقديمه من رؤى لأنه في الحقيقة يعني الحوار المجتمعي في مصر كثير منه هو مجرد نقاش مجرد محادثات ليست بالمعنى الحقيقي ليه الهدف من الحوار في بلورة رؤى حقيقية النقطة الثانية في الحقيقة اللي أنا أريد أن أكد عليها هي اللي تم التناولة في الحقيقة من الأستاذ سميرة والعدد آخر هو الامتدادات مكتبة الإسكندرية كمساهم ودافع لحركة الثقافة والتنوير في مصر يجب أن يتم من خلال الشركاء فاعلين فبالتالي يابد من عمل خريطة للفاعلين الحقيقيين الذين يتواجدون على الأرض سواء كانت جامعات سواء كانت مجتمع مدني سواء كانت بعض مؤسسات الدولة اللي أنا أقدر أدخل في شراكات حقيقية معهم وبالتالي هنا يؤدي ده إلى انتشار المعرفة عن المكتبة وأيضا يؤدي إلى فكرة نشر المعرفة بشكل كبير المكتبة في الحقيقة قوة نعيمة مصرية يجب أن تنطلق إلى ما يمكن تسميته بالقوة الزكية تبقى أحد القوة الزكية اللي ما ستتحرك من خلالها سواء في الداخل أو في الخارج وفي الحقيقة أنا أؤكد طبعاً يعني كله بيتكلم على العالم لكن أنا أؤكد أنه في المرحلة الحالية اللي إحنا في الحقيقة ظروف الدولة المصرية المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية تحتاج أن تكون مكتبة الإسكندرية ساحة ومنبر للتفاعل مع هاتين الساحتين ويعني لن أطيل لكنه في الحقيقة أنا أعتقد أنه أهم حاجة هي منهاج التناول وأن تكون الرؤية التي سوف يتم صياغتها من جانب حضراتكم في الآخر ربما تطرح في لقاء آخر يمكن أن تمثل نقاط نقاش وبالتالي نقدر نحدد الأولويات اللي يمكن التعامل معها وطبيعة النخبة التي يمكن أن تتواصل مع المكتب شكرا جزيلا وبالنسبة للبعد الأفريقي وده اللي أوصانا به رئيس الدولة بشدة بيحب يلسة جالي خبر دلوقتي أنه رئيس جمهورية التوجو حيزور المكتبة يوم الحد وحيتناور الغداء معنا وده إشعار بالأهمية لتجارب يجب أن نقترب منها تماما خصوصا في الخارج الأفريقية وبين الدول العربية دي مسألة مهمة جدا أنه نحن نتعامل مع هؤلاء لأنه هما إضافة كبيرة لنا ولكن النظرة التاريخية القديمة اللي فيها تهميش واستعباد واستبعاد يجب أن تنتهي في الجزء الصخافي والحوار الأستاذة منال الجميل النائبة في مجلس النواب ونشط اجتماعي صباح الخير طبعا أنا سعيدة جدا بالأفكار الكثيرة اللي سمعناها ولكن الحقيقة بما أن المكتبة فيها جهد كبير قردي معمول وإن كنا لا نعلم مقدار هذا الجهد أو بتفاصيله بمعنى أصح فده معناه أن نحن محتاجين مزيد من الفعاليات أكتر للإعلان عن هذه الآليات أو الفعاليات الموجودة في المكتبة فعلا الإعلام عن المكتبة كان ضعيف أنا في رأي وإعلان على أشخاص وحاجات كده صغيرة إنما جوهر عمر المكتبة وإشتراك إحنا كلفنا الكاتب الصحفي الدكتور سامح فوزي بيتولي هذا القطاع وهو مباشر مع مكتبي تماما عشان التعريف بالمكتبة ده حقيقي أنا هحاول أكون مختصرة جدا في بعض النقاط اللي هاترحها في هذا السياق أول حاجة أنا كنت كاتبة برضو على الموبايل أبليكيشن موبايل أبليكيشن هي أكتر حاجة بتوصل للشباب في الوقت الحالي بحيث إن هي بتعمل أبديت على إن كان فيه فعاليات أوريدي موجودة في المكتبة حفلات مشاركات أبحاث وما إلى ذلك فأنا أعتقد موبايل أبليكيشن في الوقت الحالي من الضرورات لمخاطبة فئة الشباب بالصفة خاصة الحاجة الثانية إحنا عايزين نزيد من مشاركة الشباب في المعرفة الدولية لأن برضو جزء من التصنيف اللي بتصنف به مصر بكمية المشاركات التي تشارك بها مصر في المؤتمرات الدولية العلمية وبالتالي ممكن تكون المكتبة هي أحد المحفزات اللي هي بتنقل هذه الصور إنها تعلن بصفة مستمرة عن المسابقات الدولية التي تسأل عن لتحفيز الشباب للمشاركات فيها المشاركات الثقافية بصفة عم ممكن يبقى عندنا برضو بعد إذن حضراتكم موبايل يونتس أو مكتبات متحركة بتتحرك في أرجاء الأماكن أو القرى المحيطة أو الأماكن المحيطة أو المحفزات الأخرى لأن بما أن فيه زيادات من كتب بدل من توجيهها الأماكن ثابتة دائماً ما هو ثابت لا يوجد عليه إقبال مثل ما هو متحرك فبالتالي قد يكون الموبايل يونتس تبقى فكرة لجذب فئات أكبر من الشباب للانضمام إليها مؤتمر المثقفين إن الشباب شوية إحنا برضو بنركز على النخبة في سن معين ولكن أنا رأيي إن إحنا عايزين نخلي برضو فيه نخبة من الشباب أو نقدر نطلع نخبة جديدة من الشباب فبرضو قد يكون إن هذا المؤتمر بنفس طريقته المجموعات الشباب أصغر سنة ممكن تطلع أفكار بتناسبهم أو بتخاطبهم أكثر حابين يبقى فيه نشرة أخبار صغيرة عن أحدث الكتب الأكثر وجد في العالم والترجمات المكتوبة المسابقات الموجودة أنشطة في المكتبة فممكن تكون نشرة أخبار إن كانت في قناة محلية أو على الأقل على الموبايل أبليكيشن أو على الويب سايت بتاع المكتبة الشركات مع المجتمع المدني ممكن إن هي تخلق مساحات أوسع في أماكن أوسع وبتمويلات بتبقى خارج من المكتبة يعني المجتمع المدني يبقى عنده أكسس تو للتمويل أكتر فممكن نستخدم هذه التمويل في التخديم على الأجندة الثقافية برضو للمكتبة محتاجين يبقى فيه عندنا سيماتيك أنيوال كونفرنس يعني كل سنة نتناول قضية وهذه القطية المهمة بحسب الأحداث الساخنة يتم حولها إنتاج مجموعة من الأفلام الوسائقية مجموعة من الأبحاث نكلف الشباب أنه يعمل الأبحاث حولنا القضايا الهمة فبالتالي بجوائز مالية رمزية فبالتالي بدخل مجموعاتك جديدة من الشباب مش هتكلم خلاص يصبح حضرفا يعني أنا سعيدة جدا والأسف أنا سعداء بيك وإن شاء الله ربنا يخلي قلب مجلس النواب علينا كويس بس أنا برضو كل ما بتتكلمه أكتر كل ما بتأكد من حقيقة معينة وهي أن التعريف بجهود المكتبة ليست كافية على الإطلاق لأنه اللي بيتكلمه معظمهم كأنه بيخرق في كتاب المفتوح اللدين المسائل ده كلها طور خطوة لكن التأكيد عليها مهم بالتأكيد وإبرازها يلا الأستاذ سامير عمر الفضل يا سالي جاية جاية على الظهرية مش في مواعيد يا بنتي الكلمة دكتور مصطفى ولا أجي بوقع مين هو فين طبعا أنا سامير عمر المعاملة دي بس محب رواك في أول الحديث يعني أنا من مخالفة لتوجهات السيد الرئيس اللي هو دكتور مصالفقي طبعا مش أي رئيس تاني مضطر أن أهني وأهني أنفسنا بوجوده على رأس مكتبة سكندرية وكذلك الصديقين العزيزين خالد العزب والسامح والمهندسة هدى الأول مور بن نلتقيها وأعتقد دي بعض دوسنة حميدة بيستهل بها الدكتور مصالف في إدارته للمكتبة أنا وانا لما تلقت الدعوة الحقيقة كأي صحف متميز زي ما أنت عارف يا دكتور حاولت تدور مهام المكتبة وأنشطة في العامل السابق والحقيقة يعني لم أجد ميدانا إلا وكانت المكتبة بتسهم فيه بجهد وافر شرط الوحيدة هو عدم وجود جسور للتعريف بأنشطة المكتبة الزملاء الذين تحدثوا عن وجود آلية مباشرة ومستمرة للتعريف بمهام المكتبة ويقترحوا محطة تلفزيونية أنا ضد هذا تماما ضد أن يكون للمكتبة محطة تلفزيونية لصعوبة ذلك انتاجيا وكذلك لعدم وجود محتوى يستمر 24 ساعة هنسميها سكاي ليبري نيوز والله ممكن إنما ممكن استخدام كل وسائل التواصل الذكية من الأبليكيشن بتاعة الموبايل زي ما أبونا نيفتر الأنبار 110 والسيادة النائبة وتفعيل كل وسائل النقل المباشر لأشيطة المكتبة دي حاجات رخصة التكلفة رشيقة إداريا ويمكنها أن توصل ذلك لجموع الشعب يعني نعم محتاجين لتطبيع العلاقات إذا جاز التعبير بين الجمهور المطلقة لخدمة المكتبة وبين أنشيطة المكتبة ده أمر مهم جدا وأرجو أن تقبلوا عرضي للعمل مطلقة في أي جهد في هذا الأمر إذا كان من الممكن أن نضيف سريعا المكتبة تتيح المعرفة تسهم في إنتاج المعرفة تسعى للترويج للمعرفة وكذلك تفتح أفاقا للحوار جميعنا يتذكر 2002 أنشئت المكتبة وفتتحت 2004 كان مؤتمر الإصلاح الذي تحدث عنه الجميع وصدرت وثيقة الإصلاح في 2004 وكانت حدث مهم فلتبقى المكتبة بابا مفتوحا للجميع ساحة مفتوحة للنقاش لكل الأفكار والأراء الدكتور رفعة السعيد جنب ممثل حزب النور تجري بينهم مباريات حتى كلامية وفكريا تبقى المكتبة مفتوحة على مصاريعها لكل الأفكار المصرية والعربية والأممية شكرا جزيلا الدكتور سامح بيقول إن نقدر نقود غيرت 12 ونص أنا سألت أنا متشكك في الكلام أنا سألت الأستاذ عماد مهدي وهو يعني أنا نقود كمرة بساعة طب بس يلا بسرعة النيافة المترمونية الحنة تفضل أنا الحقيقة يعني عايزة خالف دكتور مصطفى ومش أهني لكن أهني المكتبة وهني مصر رجل زي كده ييه في الآخر يمسك صرح مهم جدا والصرح ده واضح إنه هو صرح عظيم جدا بسبب المشاركين الموجودين وكل المداخلات والأمال الموجودة ومعقودة على المكتبة أنا عايزة أقول إنه سماعتنا مبارح كتير قوي على ضعف الثقافة وقلة المثقفين والدكتورة تهاني كلمت عن الهزيمة الثقافية فده تحدي كبير قدام مصر وقدام الوطن العربي وعشان كده إحنا في حاجة الخطة استراتيجية لتهمية ثقافة الأجيال الشاب ده أعتقد مهم جدا ولو المكتبة عملت خطة استراتيجية وابتدت تعمل عليها أنا أعتقد إن ده هيكون إضافة غير عادية لمساقب المصر ومساقب الوطن العربي كله مبارح عدد كبير تكلم عن تجديد الخطاب الديني وأنا عايز أقول الخطاب الديني ما هو إلا نتاج منتج للفكر فالخطاب الديني في أوروبا تطور من العنف والضيق الأفق إلى الخطاب المستنير بعد حركة الإصلاح فمصر الحقيقة محتاجة حركة إصلاح فكري وما فيش أفضل من مكتبة أنها تساهم في حركة الإصلاح الفكري في مصر علشان لو تصلح الفكر أو لو خصل إصلاح في الفكر الخطاب الديني تلقائياً هيتصلح مش العكس لأن الخطاب الديني منتج مش هو الأساس الفكر هو الأساس أنا يعني سعيد جداً دكتور مصفى النهاردة على قمة هذا الصرح العظيم وأنا واثق أنه هو دايماً يعد فريق كامل والفريق ده هيشتغل أكيد وبرضو أنتاز الفرصة أن أنا أقدم شكر خاص للدكتور إسماعيل سراج الدين اللي فعلاً نقل المكتبة وسمعة المكتبة إلى العالمية بلا منازع والتقيق كتير مع الدكتور إسماعيل سراج الدين في المؤتمرات الدولية والعالمية خارج مصر بمثل المكتبة وأنا عارف دكتور مصفى علاقاته وفكره وسياسته وديبلماسيته هيكمل المشوار إلى أحسن شيء تتمنى مصر ويتمنى المثقفين في مصر شكراً دكتور مونير شكراً جزيلاً الدكتور محمد شومان الحقيقة أنا قد طالب كلمة من مبارح ومن مبارح حتى اليوم استمعت إلى أراء وأفكار ومقترحات كثيرة كثير منها يعني أعجبني والحقيقة لا أستطيع أن أضف إليه لكن هتكلم على نقطة مهمة بفكر فهم زمان هي نقطة الفصل ما بين السياسة والثقافة في مصر أنا عندي قناعة أن عندنا في مصر الآن فائد سياسة وعندنا نضرة في الفكر وفي الإنتاج الفكري الرفيع المهم وبالتالي أرى أن المكتبة تركز على قضايا فكرية وتبلور مشروعاً فكرياً تعمل في إطاره وليكن هذا المشروع هو مشروع يعني مقاومة الإرهاب ولكن من خلال التركيز على ما هو فكري لو ركزنا على ما هو فكري في إطار مقاومة الإرهاب هنفتح مجالات كثيرة لتجديد الخطاب الديني تجديد الفكر الديني أيضاً الفكر التسامح لاهتمام بالتعليم فأعتقد أنه مهم التركيز على هذا المشروع الكبير رقم اتنين أعتقد أنه من المهم مراجعة الأنشطة الكثيرة التي أرى أن المكتبة تقوم بأنشطة كثيرة يجب أن تراجع بحيث أن نركز على المهم في الأقل الأهمية لأن الحقيقة أن المكتبة في هذه المرحلة لازم نفكر في أدوارها لازم نفكر في الإمكانيات المادية والموارد البشرية يعني لا يمكن أن ننجح في إطار أي مشروع إلا في ضوء المتغيرين دول إضافة لمتغير الثالث والأهم هو المرحلة التاريخية ربما المكتبة في مرحلة سابقة دخلت في السياسة أكثر مما ينبغي عندما ناقشت مشروع الإصلاح السياسي والإصلاح هذا ده في مرحلة معين المرحلة الحالية ستفرض نفسها على المكتبة وعلى خيارات المكتبة فبالتالي لابد أن يتم مراجعة وغربلة بعض المشروعات في الإطار ده لا يجب أن نكون طامحين أكثر من اللازم فيما يتعلق بدور عرب وإفريقي وعالمي وبحر المتوسط لنركز على أنها مكتبة عالمية في مصر تجسر الفجوات الثقافية والمعرفية بين مصر وبين العالم الخارجي آخر نقطة أتكلم فيها نقطة خاصة بالإجراءات والأمور التنظيمية في عام المؤتمرات وحلقات النقاشية في المكتبة أنا حضرت بعد هذه المؤتمرات وندوات لا شك أن جمع المثقفين مسألة مهمة القضايا المطروحة مهمة ولكن المهم أن تكون هناك ورقات بحسية يعني في بعض المؤتمرات كنا نجتمع بدون جدوى الأعمال واضحة من المهم أن يكون في تحضير وأنا عارف فرسان المكتبة وعندهم قدرات في هذا الكبيرة مهم يكون في تحضير فكري مهم واضح قضايا فكرية مطروحة يتم التحضيرها بأوراق بحسية لا يمكن أن نتحول هذا الجمع وكل الجمع اللي عندنا إلى مكلمة كبرى بحيث لازم يكون في قضايا واضحة أوراق بحسية يأتي المثقفون والمفكرين والصحفيون وكل الناس تناقش أوراق قضايا ما تبقاش قضايا عامة ولكن حاجة منتج فكري نستطيع أن نخدم به الهدف الأساسي وهو الإنتاج الفكري للمكتبة المكتبة عليها دور نشر المعرفة وأيضا القيام بدور في إنتاج المعرفة شكرا سيد الرئيس شكرا نكتور محمد الأستاذ عزة إبراهيم شكرا نكتور بجدد التهناء وأتمنى لك كل التوفيق أنا شايف أنه يعني في عندنا تصور واضح عن فكرة التحول لدور تنظيم المعرفة أنه المكتبة تلعب دور في هذا الاتجاه أنا شايف أنه فعلا إحنا عرفنا كتير من أنشطة المكتبة من خلال من مبارح النهاردة شايفين فيه أنشطة رئيسية كتيرة بتنتج معرفة نفس الوقت إحنا أنا شايف أنه يعني عندي فيه تصورات محددة أطرحها مسألة أنه لابد من أنه المكتبة تنتقل بعد 15 سنة هنا من النظام الأساسي الذي تأسست بموجبه إلى أنه من يعني في وقتها كان فيه قضايا كثيرة منها فكرة العولمة ومخرجات العولمة دلوقتي إحنا وصلنا لمرحلة الإحباطات من طيار العولمة وما يحدث فيه على مسألة تفكيك الأوضاع الإقليمية أنا شايف أنه محتاجين بعد مرور 15 سنة نعرف برضو أكتر عن أسئلة حوالين الدور المتجدد للمكتبة وأعتقد أنه لو فيه تقرير بعد 15 سنة ممكن نشوف إيه الدور دوت من خلال المناقشات بتاع النهاردة أنا شايف أنه ممكن المكتبة تسهم بشكل أساسي وإحنا ما عندناش مؤسسات حقيقية في مصر تقوم بهذا الدور إعداد تقرير عن حالة المجتمع المصري زي تقرير روكفيلر العمل نقلة كبيرة في أمريكا فهوة للستينات أنه ممكن هذا التقرير بالإنتاج المعرفة بتاعة المراكز البحثية داخل مكتبة إسكندرية بالإضافة إلى إسهامات الكثير من أقامات في المجتمع المصري لنوصل لي لجنة دائمة حول حضر ومستقبل المجتمع المصري أنه شايف أنه مجموعة منح دراسية للمجتمع السكندري مسألة مهمة لربط المجتمع السكندري بالمكتبة من خلال زمالات أيضا الزمالات ممكن أن تمتد لإنشاء زمالة خاصة بمكتبة الأسكندرية على المستوى الدولي لو نكلم على امتداد العرب والأفريقي ممكن أن المكتبة تسهم في هذا الاتجاه لأنه إحنا مرنا بتجارب من دي بره وشوفنا ماذا الارتباط بين جمعية زمالاء المكتبة مش بس الجمعية الأصدقاء دي قصة يعني نحتاج لنا موضوع آخر لكن جمعية زمالاء المكتبة اللي هي الألومنيز في العالم كله معروف أنه ده بيساهم حتى في المستقبل مع تراكم الزمالات وتراكم الباحثين القادمين من كل أنحاء العالم نوصل لمرحلة أنهما يساهموا كمان في الترويج للمكتبة والترويج للتمويل للمكتبة أنه شايف أنه الانتاج العالم في العشرين سنة الأخيرة ترجماته في العالم العربي محدودة وبالتالي شايف أنه الانطلاق لمشروع النشر الرقمي والالكتروني بعيدا عن النشر الورقي مسألة مهمة جدا الانفاق على الترجمة ممكن يكون ليه مردود جيد وأكتفي بهذا قد شكرا أنا أشكرك وفكرة الزمالة دي فكرة جديدة اللي هي فيلو أوف زي الزمالة في مركز دراسات استراتيجية وحاجات كتيرة لو أحب يمارس عمل فيها يشعر أن هي بتخليك قادر على الأخذ والعطاء دي فكرة جيدة جدا وجديدة هذه الأفكار الجديدة شكرا دكتور مصطفى أنا أسعد واحد بأنك تجلس على كرسي إدارة مكتبة الإسكندري كما سعدت قبل هذا بوجود دكتور إسماعيل سراج الدين أتوقع لديك الكثير وأوجه الشكر والتقدير بعد متابعة بعد أن تقاعت متابعة للعمل في المكتبة الأخوة الموجودين رؤساء القطاعات كنت متابع أنشطها مختارة كنت مختارها عشان أحضرها كان هناك زخما وكان هناك جودة لكن لا بد أن أتوقف عند الزخم وأقول الكم والكيف الكم كان كثيرا والكيف كان أيضا كثيرا ومن هنا أرى ضرورة تنفيذ مقترحة في مجال التقيم للفترة الماضية نقاط القوة والضعف لأنك لا تستطيع أن تضع خطة للعمل أو تعديل حتى استراتيجيات إلا بعد تقييم هذا التقييم يقول إن ما قام به ما قامت به المكتبة في الخمستاشر سنة اللي فاتت كان عملا عملا يعتبر إعجاز لأن أنت بتنشئ صرحا كبيرا المكتبة أساسا ليست فقط مصدرا للمعرفة ولكنها أيضا مؤسسة ثقافية هي النهاردة لو رجعت للتشارتر بتاع مكتبة الكونجرس حتجد أنها أقدم مؤسسة ثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار النظام الفيدرالي لا بد أن نشير إلى عملية التقييم في بادئ الأمر ولكنها ستكون في صالح مكتبة الإسكندرية لأنه كان إعجاز أتوقع على إيديك أن يحدث نظرة نقدية ووضع خطة للتطوير والتحديث والاستمرار أو مضاعفة نقاط القوة أقول هنا أن البيانة التأسيسي لمكتبة الإسكندرية ركز على تحقيق الرسالة والأهداف والمستهدف من هذه المكتبة ولا يحتاج إلى إلا إلى مراجعة بناءً عن مناقشة إلا أنا أقترح أنها وجدت أنها مليئة بالنقاط الإيجابية من السادة الحاضرين وهم خلاصة رجال الفكر في مصر وإن كان هناك أيضاً رجال فكر آخرين لابد أن نجدد في هذا اللقاء من جهة المشاركين فيه خلاص خلاص؟ أنا ما قلتش حال أنا قبل الصلاة بالعكس أنت لفت نظر نقطة التقييم للتجربة بما لها وما عليها أنا أقول هذا لأنها مهمة جداً إنما أنا عايز أقول على الشق في العلاقات الدولية بما أن أنا كنت مسؤول عن العلاقات الثقافية الخارجية في وزارة الثقافة أقول أن الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تربط مصر بمئة واربعين دولة من دول العالم وجد بيها نص عن مكتبة الإسكندرية كانت الدول تحرص على وضع نص لتقوية العلاقات في مجالات الثقافة والفكر والفن والعلوم وتبادل الخبرات بين مصر وممثلة في مكتبة الإسكندرية والمكتبات الأخرى في مصر وبين هذه الدول أعتقد أننا مرتبطين أو مضطرين أن نفاعل هذا الجزء في مجال علاقاتنا في الخارج أو حتى في مجال الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني هنا مراكز موجودة مؤسسة أناليند موجودة مركز هنا لا بد من تقييم هذه التجربة ولا بد أن أيضا نشوف نقاط الضعف والقوة مؤسسة أناليند بتمارس معظم نشاطها في المركز السويدي في الإسكندرية وأيضا بتمارس نشاطها داخل المكتبة لكن يوجد أيضا مركز للسلام مراكز أخرى ثنائية دولية ودولية لا بد من أن نفعل دورنا فيها لتحقيق موضوع تعظيم الهوية الثقافية مع التعاون الدولي عشان أعمل تعاون دولي لازم يكون لي هوية ثقافية تجربة الإسكندرية الكوزموبلتية وأنا كنت كتبت في هذا الموضوع ورقة باللغة الإنجليزية عن أليكزندريان كالتشا كوزموبلتان أسبيكتز and the cultural identity لا أود أن نحن نفتكر الأيام اللي كان فيها عناية حاضر هي تحت أمرك يا منشورة في منشورات جتي فونديشن في كاليفورنيا في ماليبو سنة 95 حجبها عندي هنا نسخة منها وموجودة على النت بس بالفيزا لأن كانوا أعطونا فلوس فيها فهم عايزين يرجعوا الفلوس أنت من دون منهور طبعا أنا جنب المحمودية بالزبط وجنب سمخرات المحمودية والسمخرات فأنا يعني عايز أقول أن احنا لازم نعيد الإسكندرية مش بس على المستوى الدولي لا على المستوى المحلي والمستوى الدولي والمستوى المتوسطي والإفريقي سورتها مرة أخرى لن يكون هذا متاحا إلا بالتعاون كبيت خبرة للمؤسسات والوزرات المختلفة لكن لا تستطيع أن تتحمل مسؤوليات كل الوزرات في أن تدعى هذا نصب عينيك أن هذه المكتبة مسؤولة كثينك تانك وأيضا ليست مكتبة عامة فقط ولكن مؤسسة تنتقى فيها شكرا شكرا دكتورة مي مجيب شكرا يا دكتور في نقطتين النقطة الأولى اقتراح والنقطة الثانية علشان تساؤل الاقتراح في إطار التعريف بدور المكتبة والوصول لأكبر قطاع ممكن بأن الشباب يعرفوا المكتبة ودورها التنوير ما عرفش إذا كان ده موجود ولا لا الاتفاق أو بروتوكول يتم بين المكتبة ووزارة التعليم العالي بتنظيم رحلات مدرسية لمقر من الطلبة لمقر المكتبة عشان يشوفوا المكتبة يعني إحنا كطلبة كنا بنتخرج من المدرسة أو من الجامعة كلنا زورنا قلعة قيد باي كلنا زورنا الأهرامات لو في رحلات مدرسية بيتم تنظيمها بالاتفاق مع وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي وطلبة الجامعة أنهم يجوا يشوفوا المكتبة لأن في طلبة بتتخرج من المدرسة والجامعة ما عرفوش المكتبة شكلها إيه يعني شايفينها بس صور لكن ما عرفوش المكتبة شكلها إيه فياريت ده يتنظم الحاجة الثانية لما بنتكلم عن الشباب المقصود يعني لازم نعمل تفريقة أو تمييز بين شباب بتوع الجمهور العادي وشباب دكاترة الجامعة والأكاديميين والأدباء فرجاء الاهتمام برضو بشباب بس أظن دورات الزيارات بتحدث بتحسن أمي ما عرفش أنا ما عرفش عشان كده بقول لو موجودة ياريت تبقى بشكل منتظم بحيث ما يبقاش فيه خريج من مدرسة أو جامعة ما زرش مكتبة اسكندرية على الأقل مرة فياريت برضو الاهتمام أو التمييز بين الشباب اللي هو اللي بيستهدفه المكتبة الجمهور العادي وشباب اللي هما مش اللي هما نغبة بجد أسد زد جامعة أقصد النغبة الشبابية مش معروفة بالقدر الكافي ياريت تمكينها داخل المكتبة علشان الوجود دي تتعرف بس شكرا جزيلا كثير جدا أنا لأستمرتين دكتوري عادي مدخلات تاخد دي أداء ونص ابتدي بالأستاذ النهادة برونصان أشكرك مرتين مرة على الدعوة ومرة على الإدارة اللطيفة جدا لهذا اللقاء سريعا جدا ما قيل امبارح والنهار ده أنا في تأديري أفكار مهمة في إطار عصف ذهني وعايز أأكد على ما قيل فيما يتعلق بدور المكتبة إنها ما تدخلش في السجالات سياسية دورها ثقافة وتنوير وفقط ما يستدبع الجلسة بتاع أمبارح والنهار ده أعتقد إن المكتبة إن ده عكس أكتر من حاجة حضرتك أشارت إليها إن المكتبة غنية جدا فيها صروات هامة على مستوى الفكر وعلى مستوى الأنشطة إنه فيه اهتمام كبير جدا من كل الرموز الفكرية في مصر بدعم المكتبة ووجودها وده حماس شفنا أمبارح والنهار ده لكن فيه نقص حاد في الاتصال فيه فجوة كبيرة جدا يعني لما يبقى فيه مصقفين في هذه القاعة بيتطلعوا على حاجات لأول مرة فيه تعرضت في الفيديو أو حضرتك أمبارح أو حضرتك بتقول إنها موجودة فده الحقيقة بيدي مؤشر إنه الأزمة ما هيش فيه غناء المكتبة قد ما هي فيه فجوة الاتصال الكبير طيب تعمل إيه المكتبة يا دكتور في الموضوع ده دكتور أنا رأي حضرتك عايز تستدبع اللقاء ده بحاجتين حاجة ليها علاقة بمجموعة صغيرة تشتغل على ميديا استراتيجي واضحة تعملها تنطلق بيها المكتبة لأنه أفكار اللي تقالت كلها مهمة محتاجة إنها تتحط في استراتيجي مترتبة بعدها مباشرة أو ربما معاها يتعمل حاجة اسمها ماركتينج استراتيجي للمكتبة لأنه الأفكار فيما يتعلق بعمل أب أو ويبسايد أو الوصول للناس أو الإيفنتات دي كلها محتاجة تتربط علشان تخرج بهدف محدد واحد وواضح وأرجو إن اللي يعمل الميديا ماركتينج استراتيجي يكونوا شباب لأن اللغة والطريقة اللي احنا بنتكلم فيها الحقيقة ما توصل لهمش أو وعايز أأكد هنا على حاجة فيما يتعلق بالشباب التهموا إنهم ما بيقروش الشباب في مصر مينفعش نعمم إنهم بيقروش أو ما بيقروش الشباب في مصر نوعين نوع بيقرة كويس جدا وبنشوف النهاردة مبيعات هيلة في الكتب وفي الروايات البسيط منها والعميق ونوع بيقرة بشكل مسطح جدا وعايز أدي مثل صغير لطالبة في معسكر من سعيد مصر جات أول مرة تشوف اسكندريا سألت سؤالة أنا الحقيقة حسيت أنه هو ألم على وشين البنت قالت بمنتهى البراءة هو البحر ده أزرق إزاي هما جابوا كام شوال ظهر زرق علشان يزرقوا كده أنا السؤال ده كان غريب جدا بالنسبيلي يا هي متخيلة أن فيه فاعل فاعل زرق البحر لأن هي درسته في المدرسة اسمه البحر الأبيض المتوسط فده بيأكس قد إيه هما بيذكروا بس قد إيه بيدرسوا دراسة مسطح سؤال زي واحدة قدت لي يا إزاي اليابان ضربت أمريكا في بيرلا هاربر أنا الحقيقة استغربت السؤال ده جدت لها هو مين فيهم بنت خلتك ومين فيهم مرة بوكي لأنه أعلقتك بالاتنين فقدت لي لا أبدا أنا بسمع أنهم بيروحوا أمريكا 15 ساعة وبروحوا اليابان 15 ساعة طيب إزاي طلعت اليابان تضرب أمريكا بالطيارات ده كله هو في الحقيقة عمرها ما درست في الجغرافي أن الأرض كروية هي تدرس الخريطة مسطح لما لفت لها الورقة بس إن اليابان جنب بيرلا هاربر فممكن يطلعوا يضربوا بعد في نص ساعة أو ساعة مش في الثلاثين ساعة لتكلم علي ده مستويين الحقيقة بيقولوا أن إحنا محتاجين ماركتنج استراتيجي يحطوها شباب توصل المعارف للشباب وهنا أنا شفت في الفيديو حاجات مهمة وجذبة جدا لأعمار مختلف يعني مثلا العلوم اللي العيال عمالة تعمل تجارب وتعمل فرقعات وفي المعمل ده يشد جدا طلاب إعدادي وسنوي لو عرفوا ده فهنا في إطار الماركتنج أنا ما بتكلمش على المحتوى أنا بركز هنا على إزاي نوصل للناس وبلغة يفهموها أنا أعتقد أن الفيسبوك والأدز والفيلم اللي اتعارض بالأنشطة دي كلها لازم يتحول لفتافيتي يعني يتحول لدقيقة دقيقتين سيليبريتيز يتكلموا عن نشاط نشاط في الجامعة وبأكد تاني على فكرة الإيفنتات علشان توصل المكتبة للناس في المحافظات بإيفنتات وممكن يتعامل فيها لوجو أو شكل أو شاد ومحدد كده بمكتب تسكندرية يبقى ده الباك جراوند اللي بيتحرك في كل حد بشكرك يا دكتور أنا بشكرك على المدخلة القيمة الحقيقة والله دي كل محدد دي يعني دي سريعة الدكتور سعيد المصري تفضل أنا حضرتك قلت عبارة مهمة جدا بالأمس إنه المكتبة هيئة عالمية على أرض مصرية والحقيقة العبارة دي بتخلينا نفكر على حاجة عالمية وحاجة مصرية في نفس الوقت الأمم المتحدة أعلنت رؤية للتنمية المستدامة 2030 ومصر فيه الكلام ده كان 2015 ومصر في فبراير 2016 رئيس الجمهورية أطلق رؤية مصر التنمية المستدامة 2030 وفيها محور ثقافي عديد جدا من المفكرين المصريين شاركوا في إعداده ومكتب تسكندرية شريكة فيه فانا سؤالي بقى لحضرتك إيه بقى موقف مكتب تسكندرية من هذين الحدثين شكرا شكرا جزيلا سوف نواصل بكل إخلاص العمل من أجل ما يؤهد في للصالح العام فيهم بالتأكيد حنبقى شركاء بشدة دكتور فهد دكتور فهد سعيد طيب المداخلات من مبارح والنهاردة كلها ركزت على نقاط إيجابية بمعنى اختراحات إيجابية أنا في الوقت الموجز ده عاوز بس أنبه أو أشير إلى تخوفين رئيسيين إذا أمكن أن نتفادهم ده بيمثل انتقال إيجابي مع القيادة الجديدة للمكتبة خلال الخمستاشر سنة الأخيرة المكتبة كانت بتسعى لأن تصبح جزء فاعل ضمن أهم المشروعات الثقافية العالمية خاصة في مجالات النشر الإلكتروني وتطوير لغة الكمبيوتر إلى آخره طبعا وجود الدكتور إسماعيل سراج الدين كان عامل رئيسي مؤثر في أن تصبح المكتبة جزء من المشروعات الدولية الثقافية من هذا النوع عندي تخوف من أنه نمرة واحد تتوقف بعض مشاركات المكتبة في مثل هذه المشروعات الثقافية الدولية في مجالات النشر الإلكتروني وتطوير لغة الكمبيوتر إلى آخره وبالتالي ينبغي وضع بعض الإجراءات مثل مثلا الاستعانة بمستشارين يمتلكون هذه المهارات والعلاقات الثقافية الدولية بحيث تستمر مشاركة المكتبة في المشروعات الثقافية الدولية وتستمر قدرتها على متابعة المشروعات الثقافية الدولية الجديدة التخوف الثاني أنه استمرار النقاش بتعمل مارح أنا شايف أنه إحنا في مرحلة سياسية في مصر القيادة السياسية الموجودة بتتجه للتوظيف المباشر لكافة الطاقات لخدمة عملية صنع القرار وبالتالي شيئنا أبينا من الممكن أن يتحول جزء من دور المكتبة إلى سينك تانك في موضوعات مختلفة لخدمة صناعة القرار التخوف الرئيسي هنا هو أو يعني ما ينبغي أن نحرص عليه الحفاظ على المسافة بين حرية الباحثين حتى في مركز جديد زي مركز الدراسات الاستراتيجية وبين صنع القرار نفسه لأنه في بعض الأحيان الباحث للستراتيجي المختص قد يكون منهمك في بعض القضايا ربما أكثر من صنع القرار وبالتالي قد يصل إلى رؤى معينة قد لا تكون ملأمة الآن لكن قد يتم استدعائها فيما بعد فالحفاظ على المسافة بين حرية الباحث وبين صنع القرار وبالتالي يجب أيضا الحرص عليها شكرا 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 جزيلا أنا أحاول أتكلم في الموضوع على طول الأول أنا كنت أتمنى باعتبار النقاشات والكلام الدكتور مصطفى كل فكرة بتطرح بيقول إحنا كنا بالنقشة الأسبوع اللي فاتت إحنا كنا بنتكلم فيها هي قائمة بالفعل مش أنا اللي قابل اللي عملوها إن يكون في حاجة تنظيمية صغيرة أن يبقى في تقرير مع الدعوة تعريفي عن المكتبة وعن خطة حضرتك أو ما يدور في ذهنكم باعتباركم أعدتوا قابلينا عن المكتبة بحيث أن احنا نوفر كتير من الوقت والطاقة وتكرار الأفكار تاني حاجة المكتبة فعلا مش المفترض يكون لها اشتباك سياسي لكن إحنا عندنا مشكلة أنا أعتقد أن إحنا محتاجين نرجع كام خطوة الوراء اللي هي أن إحنا أصلا بنتكلم كتير جدا لكن أنا لا ندير حوار بدليل أننا نطرح نفس القضايا ونفس العنوين بأننا سنين طويلة بمعنى أن إحنا ما قدرناش نحسمها ما قدرناش نحسمها لإلى أن إحنا من الأصل مختلفين حول المفاهيم كنا نتكلم على نفس العنوان لكننا مختلفين في المفهوم ومختلفين في المعيار ومختلفين في الهدف ومختلفين في الوسيلة ومختلفين في معظم هذه الأشياء كنا نتكلم عن التجديد الديني لكن التجديد الديني اللي في ذهنة غير اللي في ذهنة حضرتك غير اللي في ذهنة هذه المؤسسة غير اللي في ذهنة تلك المؤسسة وحتى الديمقراطية نفسها مفهومها ملتابس عند أطراف كتيرة في ناس استخدمتها حتى تصل إلى السلطة وتمنع غيرها وفي ناس شايفها أنها مهمة بشرط أن تمنع آخرين فأعتقد أن الدور اللي ممكن للمكتبة تعمله في مجتمع مليء بهذه الصراعات أنها تعمل دور في فكرة إعادة طرح المفاقين مش بس عشان توحدها في الزنية المصرية العامة لكن على مقال تقدر تعمل تقريب في تصور كل طرف فاعل في هذا المجتمع عن هذه المفاقين شكرا جزيلا شكرا جزيلا أنا أركز سيدة أولا في الفضاء الإلكتروني الذي نحن سيئينه خالص لأن على كل الوقت تدرهاب كل الشجاعة الوقع على مكتراضي والسيبر السيس وإحنا بشرايا وقدس محبوطين بالوقع على الأرض تحتاجين المكترش في طول أليات ومكترحات نقدر من خلالها أن نحن نقدر نتعامل مع السيبر السبيس دم على الفضاء الإلكتروني لأن داعش الآن هو المسيطر على الفضاء الإلكتروني مش المثقفين مش المثقفين مسيطرين في القاعات هم مسيطرين في الجو هذا أول نقطة النقطة الثانية يعني برضو محتاج دي أكشفت أن المكتبة مفروض تعمل كل حاجة في الدنيا معليش يا حمد دكتور أحمد معليش يا دكتور أحمد ماشي يا حبيب عشان أنت مسكتها في الأمل طموحات زيدة الطموحات زيدة التوقعات صورت التوقعات الحاجة الثانية برضو إن ده ملطاقة فيه أفكار كتير لو فيه مية فكرة على الأقل ممكن خمسة يطلع كويسين أو يعني متبالوروا أتمنى أن هم إن الناس تكتبها بشكل مكتوب وتبعتها للمكتبة يعني بعد الحوار ده كل واحد يكتب أفكاره وتتبالور ونرسلها من خلال يبقى في تراكم وبحس تتبالور في النهاية عن هدف المكتبة ودورها ورسالتها في أطار القدر أخر نقطة طبعا مش أتكلم فيها فكرة الضور المكتبة فكرة السياسي المكتبة المصر بيمر بأولاد خطيرة جدا اقتصادية وسياسية ومرحلة انتقالية كيف يكون المكتبة دور في هذه التحولات يعني كيف تسمي المكتبة في تطور المجتمع سياسيا واقتصاديا خاصة في ظل ضعف وعجز المؤسسات الأخرى الحزاب والمدني كله ضعيف وأنا أعتقد أنه المدخل التنويري فكرة الأرضية السياسية للديمقراطية أننا بنعمل ثقافة دمقراطية بنعمل فكرة التنوير أننا محتاجين بناء الدولة الدمقراطية الحديث تفعيل الدكتور يعني إزاي المكتبة بلور هذا في دور نشاط وبرنامج يدفع الدولة المصرية في عبور مرحلة انتقالية شكرا سكتور أحمد حيكون هذا من خلال دراسات محايدة تقوم بها مكتبة الإسكندارية ليس الطرفا في صراع سياسي وليس لها دور سياسي ولكن لها دور وطني والفارغ بين الدور الوطني وبين الشراكة السياسية فارغ كبير الأستاذ سأعرفك كتب بشكر حضرتك يا دكتور على الدعوة وأنا كصحافية في الأهرام في الصبح الأخيرة ومسؤولة عن كل أنشطة المكتبة يعني بعكب على الكلام تحضرتك أن فعلا المكتبة فيها أنشطة كتيرة جدا وفي بعض الحضور قالوا اقتراحات هي فعلا موجودة من أيام دكتور سراج الدين زي مثلا زاكرة مصر المعاصرة أرجوك يعني خشوا شفوها لأنها بتتضمن حاجات كتيرة قوي كل تاريخ مصر إذا كان على المستوى الثقافي والفني والكتاب وحتى الفنانين وبشيد بيدور دكتور خالد عزب في المعظم الأنشطة وكمان يا دكتور بالمركز الإعلامي بالمكتبة بيبعطولي في اليوم ثلاث أربع خمس أخبار كتيرة جدا لدرجة أنا ما عنديش اقتراح أقوله للمكتبة أنا اللي اقتراحي هقوله لمنزل مصر لرئيس تحرير الأهرام أن يدينا يجي للمكتبة مساحة تغطي كل الأنشطة اللي بيبعطوها لي شكرا والمكتبة من ناحيةها برضو تعمل المهم اللي يهم الناس أكتر مفيش حاجة اسمها إبراز أشخاص إنما هي القضية خضية نشاط مؤسسة هم بيساعدوني في أن هم بيبعطوني شغل كتير أنا بقرالك دايماً وعارف أنا بقرالك دايماً وعارف أنا بشكرهم يعني شكراً طب نسمع عمينة هاني منابي دي واحد عشان برضو حكاتي ثلاثة وثمانين دي أرقتني عزب لا أنا 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 بشكر الدكتور صلاح السلام لأنه هو قال لي حقيقة أنا بتصور إنها غائبة عننا إن كان فيه إن فيه خمسة مئة وخمسين شهيد من أبناء سيناء المدنيين إحنا ما نعرفهمش وإحنا بالزبط ما نعرفش إيه اللي بيجنب سيناء بالعربي كده فأنا في الحتة دي الإرهاب ما هواش قليل واضح إن ديه بعركة طويلة أنا باقترح على المكتبة اسكندرية في حد إنها تجيبوا مجلس الأمناء مع الدكتور صلاح السلام وتشوفوا إيه الحقائق اللي عنده بس تكون حقائق حقائق ونحاول نعرف بالزبط إيه اللي بيحدث هل هو نتيجة فقر لا نتيجة الندم الديموقاتية لا نتيجة فكر منحرف أيوة هم يشرحوننا إزاي أنا صدمت في الأهرام دوقتي الدكتور صلاح السلام بيديه رقم أنا صدمت لسبوع اللي فات في الأهرام في عمود بالتحديد كتبه أحمد عبدالتواب بيقول إن لابد أن نأخذ بالنا من من يتسطر على الإرهاب في سينة من يحمي الإرهابي في سينة من يخفيهم في سينة يعني بيقول إيه بيقول عليهم بدو سينة أنا شخصيا بالنسبة لي أنا دولا مش بدو سينة دولا معطنين مصريين يقطنون محفطي الشمال وجنوب سينة وهم نتيجة خطأ تاريقي سياسي من مصر نصر من أي محمد علي وقبل كبير محمد علي وخطأ تاريخي من عبدالنصر إنه عزل سينة عننا وإحنا النهاردة بنعزل حتى إليه بيعمين هاني لا وإحنا بنعزلها داني فهي النقطة الأساسية إن إحنا عايزين نعرف من الدكتور صلاح ومثال الدكتور صلاح اللي قاعدين في سينة إيه اللي بيحبس لإحنا كل الحاجات دي مخفية عننا نحن لا نعلم شيء نعلم بس إنه فيش وهداء وبنعزله وبنمشي في جنازته لكن إيه اللي بيجري في سينة إحنا ما نعرفش مبارح بالذات نرجو هذا مبارح بالذات كان عندنا معرض عن الحفريات الأسرية المصرية في المدخل الشرقي كله كان عن سينة وكان هنا وزير ومضبط معلش يا دكتور لكن إحنا ما بيحب ده حفريات مش عزين الماضي إحنا عزين نعرف بالضبط إيه اللي بيجري دلوقتي ومستقبله إيه هل يطرح يوصل للقاهرة ولا لا إيه الحكاية إحنا ما نعرفها شيء النوات الرئيسية إنه عز صلح معلومات إحنا إنبارح ذكر وإنه هذا الدكتور صلاح سلام برضو ذكر إنه إحنا عندنا خمس تلاف قرية لأ لما نعرف الحقيقة نعرف حجم العمل المطلوب إحنا عندنا ست تلاف ستمئة واربعين قرية مصرية عندنا تلاتة وعشرين ألف وستمئة نجعة نجعة وعزبة إذن الشغل أكبر المصدر بتاعي هو الدكتور إبراهيم ريحان ووزارة التنمية المحلية سنة 2015 اللي هو كان مسؤول تنمية القرية المصرية فدي عشان نحدد شغلنا ونخطط له لازم نكون عارفين الواقع بتاعنا شكرا جزيلا أنا طبعا بأثمن كل الاقتراحات اللي سمعتها الحقيقة واسمعنا اقتراحات مهمة جدا بتصور أن جزء منها كان على سبيل عدم الدراية زي ما حضرتك وأوضحته جزء ثاني كان على سبيل أوجه بعض القصور اللي موجودة ممكن تكون في المكتبة ممكن تكون في المؤسسات الثقافية والتعليمية والإعلامية الأخرى وممكن على سبيل التموحات والأحلام للبعض على سبيل التقدم والتحسن ولكن الحقيقة في حاجة مهمة عايزين نوقف عندها أن الواقع بيقول أن التقييم بيكون بحجم الإنجاز وليس بقدر الجهد المبدول وده بيخوفنا جدا أنه يحدث أي نوع من إهدار الموارد أو تشتيت الجهود فيما يتعلق بالأدوار الرئيسية للمكتبة اللي هي التوثيق والبحث والترجمة والنشر وبالتالي بتصور أنه دايما مفروض يكون قدامنا السؤال الأهم المطروح دائما كيف تكون الأدوار الرئيسية للمكتبة اللي هي التوثيق والبحث والترجمة والنشر أدوار أكثر تأثيرا على المستوى الثقافي والاجتماعي والسياسي شكرا فأنا السفيري الدكتور على الحديد مش عايز زور حاجة فيه بعد أنا كان نفسي إن إحنا نركز عليه اللي هو المكتبة بتعمل أنشطة كتيرة ووضح إن تلت أربعنا ما يعرفش هذه الأنشطة أنا كسفير مصر في الخارج كنت أسمع عن المكتبة وساعة كنت بتصل بإدارة المكتبة عشان تعمل مشاط الخارج لكن المكتبة لازم يبقى لها نيش لازم يبقى لها يعني حاجة تمتاز بها يبقى فيه براندينج للمكتبة إيه براندينج بتاع المكتبة أنا منتهى لهم أنا معرفوش يجوز يكون موجود يجوز يجوز يكون فيه بحث حواليه لكن على الألو بالنسبة لي أنا يعني كنت أحب إن أنا أسمع في هذا الموضوع أو يطرح هذا الموضوع إن يبقى فيه براندينج للمكتبة بحيث لما يتقال مكتبة الإسكندرية يبقى معروف مكتبة الإسكندرية تعني كذا إحنا كلمنا في عشر مشروعات كلمنا في ميت مشروع لكن محتاجين نركز على خمسة مشروعات وهو ده البراندينج بحيث لما يتقال مكتبة الإسكندرية يتقال ده معناها كذا بس ده شكرا شكرا فضل طلب الكلمة الحقيقة أنا في بعض الحاجات الكثيرة اللي كنت بنو أطرحها كتير من السادة المشاركين تعرضوا لها وآخرها كان لعرضات الدكتورة إيمان رجب وحدة الدراسات البيئية في المكتبة وخصوصا أنا شرفت بعضوية لجنة التنمية والبيئة في المكتبة وكان فيه حاجات بتبقى فيها تسهيل كتير لأي حد عايزي يعني أنا شخصيا قمت بتنظيم ندوة دولية عن التلوث البحري والنهري ودي كانت من قضايا البيئة وكانت يعني حاجة هيلة قوي وسماعة برضو في الإعلام فأرجو الاهتمام بدي وأنا بصفتي أحد مؤسسي المنتدى المصري للتنمية المستدامة دكتور خارد عزب حيرد في ديئة واحدة عن نوت الأخرانية يعني فكرة أن فيه كتب تختفي من دار الكتب دي مسألة صعبة جدا لأن مقتنعيات دار الكتب حاليا أربعة ونصف مليون كتاب إجمال المطبوع في مصر من بداية دخول الطباعة لغاية النهاردة لا يتجاوز سبعمائة وخمسين ألف كتاب المرصود منهم فعليا والمتبقي حوالي تلتمية وخمسين ألف كتاب حاجة بتتكلم عن الفجوة دي الفجوة دي نتجة أن بعض الناس في مصر ما زالت بتطبع كتب دون أن يكون لها أرقام إداع كتب أو نشرات أو مجلات علمية حتى في الجامعات المصرية ملهاشة أرقام إداع دولية ودي أزمة متعلقة بثقافة الإداع القانوني في دار الكتب والوسائق المصرية مش متعلقة بدار الكتب عاملة زي اسمت الوسائق في مصر مفروض كل جهات الدولة بتسلم وسائقها لدار الوسائق وده ما بيحصلش لأن القانون غير ملزم فهي المسألة دي لا تتعلق بدار الكتب بقدر ما تتعلق بثقافة من هم قائمين على هذه الأمور يعني أحد المراكز البحثية المصرية المحترمة لا يحصل على إقام إداع لمضوعاته ودي مشكلة يعني ليس دار الكتب ليس زم بدار الكتب هو زم الثقافة العامة اللي هي ناقصة في هذا المجال هو في تفتيش دلوقتي شديد جدا على المطابع ومتابعة لعدم موجود رقم الإذاع أو الترقيم الدولي في مشروع قانون مقدم في مشروع قانون مقدم من وزارة الثقافة لو شقين أحبك لما تبقى برلماني كده شق متعلق بدار الكتب وشق متعلق بدار الوثائق أذن هو في قضية أساسية إنه مطلوب من كل من يريد أن يترق شكرا حنختتم بقى بالأستاذة سالي دي باحثة في جامعة المستقبل وخريجة كلية الفنون شكرا يا دكتور أنشئت المكتبة لتعيد إحياء مكتبة الإسكندرية في العالم القديم ومن ثم هدف النشأة هو نشر الوعي وإتاحة صبل المعرفة بأليات العصر الترقيم هو أحد بوابات المستقبل فالنشر الإلكتروني أحد أهم وسائل وأسرعها انتشارا الشباب تجاوز النخبة وأعلن انحيازاته للأمة المصرية وعلينا تسليم القيادة له والعمل على ذلك من خلال تقديم قيادات شابة الدولة بلا رؤية سياسية لذلك يأتي دور المكتبة لأخذ موقع أكثر ريادة وأهمية تتعرض لأثار المصرية أو المباني ذات التراز المعماري المتميز في الأسكندرية وفي صعيد مصر وفي أسيوت وفي ملوي لهجم شرسة للهدم ويتواطئ الحي وتتواطئ بعض الجهات التنفيذية في الدولة في قصور رئاسية سوري قصور ذات رازم أماري متميز وفي جهاز يعني اسمه بن قسين كده جهاز التنسيق الحضاري لا يقوم بأي دور على الإطلاق فهو فيها فراعنا في الأشمونين وفتون الجبل كتير جدا لا يتكرم على قصور يوسف كمارو في قصر بشارة عائلة بشارة هد هيهدم في قصر جريم عزيزة فهمي هيهدم في قصر في بيت سأل المكتبة ما تدرش تدخل في الحاجات الحاجات دي خاصة بالسلطة التنفيذية الممثلة في وزارتين السقافة والأثار والإسكان هي موثقة بالفعل وفي قرارات بعدها مهدمها لكن هي بتهدم بالمخالفة للقانون أيها مظهور طيب احنا بنضع مكتبة اسكندرية ان هي تطلق مؤتمر لهوية المدن تفاعل مهرجان أيها لا فكرة ثويت المدن أنا معاك مش بس التوثيق دكتور فيه مشروع ممكن المكتبة برضو تتبنى إعادة إحياء وتطوير هذه المباني المباني دي في العالم كله بتتحول تبقى يا مراكز ثقافية يا متاحف يا متلات يا مراسم فكرة هدمها هي يعني مكلفة للدولة أكتر من إعادة استثمارها وإسكندرية بالتحديد أكتر محافظة أو مدينة بتتعرض لده يومين زي ما بقول حضرتك قصر عزيزة فهمي على جليم بالتواطئ فيه شركة أخدته وبعد كده الشركة أعلنت على الفيسبوك إن هي بتبيعه تاني يعني ومش القصر ده بس ده فيه قصور كتيرة فيه قصر كتب فيه رواية مهمة جدا أو بيت أنا أشاركك القلق على مسبحة القصور والفلات التي جرت أنا كنت أحد اللي بيكتبه تقارير وبيلفوا هذه المباني عشان تفضل موجودة جوا جداول الحصر في لجنة التظلمات في التنسيق الحضاري في 2007-2008 واستقلت لإني لقيت إن في الآخر فيه هجمة شرسة وهتتهدى لكن بدام حضرتك موجود على رأس مكتب تسكندرية وفيه النهاردة فيه إعادة وعي يعني مصر بتمر برضه بحالة إعادة وعي ليه إحنا ما ناخدش المبادرة لإقامة مشروع لتطورها ما إحنا هنستثمرها يعني هي مش مش إبقاءها وتبقى خوية على عرش لا هي تبقى موجودة ويعاد تنشيط السياحة من خلالها يتعامل فيها يعني قبة حسن فتحي هدمت وبردو الدولة لم تتحرك بيت أحمد رامي هدم ولم الدولة لم تتحرك سيد درويش تشال اسمه من على مصرح سيد درويش ولم يفاعل ليه متحف نشتري بيته بس حاولنا نشتري إحنا فضالي أنا مشروع التخول بتاعي عن سيد درويش وعن متحف لسيد درويش حياتك عارف البيت عارف البيت ما يسلح أوي بتاعكم الكتلة سيد كان في إطار مشروع الـ الحقيقة البيت صغار جدا وكان مطلوب في 90 ألف جنيه ولا حاجة زي كده قلنا ماشي ناخد لما الورصة بقى عارفوا إن المكتبة مهتمة به قاعدوا يرفعوا السعر يرفعوا السعر يرفعوا إلى مبلغ رهيب يعني زي اللي حصل في فيلا موكلسوم انتفاك موكلسوم ببرضو بيبا في ناس وراء سأعدتوا لك أنا ماليو مالي التراث الصخافي بتاعنا عايز سلوبس فبتبه هي مشكلة حقيقية ما بنضارش نواجهها ده قبر أستاذ عزد براهيم عارف زمننا أحمد محمد السيد صالح رئيس تحرير لا حسنين باش عارفين قبره مشتغين قبره عزيز المصري والكواكبي عزيز المصري ده ميت أواخل الخمسينات والكواكبي يعني ده بلد البلد البلد من كثرة ومن فرط ما لديها من أثار ومواقع فرطت فيها محدش بيعمل كلا في الدنيا طيب دكتور برضو في فكرة متحفين متحف عن سيد درويش وسيد درويش يستحق متحف متحف عن ناجي شاكر رائد فن العرائس في الشرق الأوسط يستحق متحف متحف عن ذاكرة السينما المصرية اللي سوري قط وإحنا برضو كلنا عاديين وفيه قصر السينما يعمل لا يا دكتور وزارة ثقافة بلا رأس يعني وزارة ثقافة بلا رأس سألي مش هنقدر نعمل كل حاجة كده يولبي سكاترد في كل حاجة كده متوزعين لا المكتبة يا دكتور جزء من هدف المكتبة التوثيق حنوصق اللي ممكن يا دكتور المتحف منشأة بتعيد التاريخ وبتعمل حوار مجتمعي يعني باعتبر باعتبرها مكتبتي الأسكندرية أنا أولى بالرعاية فعلا سيد درويج باعتبره فن العرس أشكرك على المدخلة القيمة وحناخذ في الاعتبار فكرة التوثيق طب دكتور كمان بعد إذن حضر لك ممكن نعمل على فكرة كل الناس اتكلمت أكتر من وقت يلا يسأل طب أقول كلمة عايزين نعمل اليوم اللي اخترت فيه المكتبة يالافتتاح يفكرة الإحياء يبقى يوم للتدوين على محرك البحث جوجل ويتعمل يوم المكتبة يعني يبقى اسمه كده اليوم العالمي لمكتبة الأسكندرية بحيث أنه يبقى موجود على محرك البحث كل العالم يعرف إيه مكتبة أسكندرية ونبتدي نعمل تدوينات عليها نعمل إيبنت فكرة صعبة سنأخذ بها شكرا هناخذ بها فيه الأستاذ أنوار من مكتب الإمام الأكبر يالله هنختم بيك عشان يبقى ختام مبارك إن شاء الله هلخص الموضوع في نص دقيقة ثلاث نقاط أساسية يعني أنا بتطفق فيهم مع الدكتور مفيد فوزي في وجود مبادرة زي الكراءة للجميع تكون موجودة إن إحنا كلنا تربين عليها وقدرت توصل للبسطاء اللي يقدروا يشتروا كتاب بسعر وقليل ثاني حاجة نقدر نكعل جزئية الآب مع نيفة الأنبة دي مهمة جدا لأن الموبايلات بقت موجودة مع كل الناس أكتر ما هم بيقرم في كتاب ثالث جزئية ثقافي كبير ومن حقا يكون لها جائزة سنوية بتقام باسم المكتب الإسكندري حاضر ربيع ثلاثة اقتراحات اللي هما أنا شايفاهم التعاون مع جامعة كاليفورنيا هي عندها مشروع للتعددية الدينية مشروع موجود من ثمان سنين أنا بشارك فيه يعني لو يتم التعاون مع المشروع ده والتوسع فيه هيكون مفيد جدا لأنه هو بيشتغل على ثقافة التعايش والحوار فممكن أول بنعمل مشروع موازي يكون مناسب للبيئة المصرية والعربية والعالمية ثاني جزئية بوجود حضرتك فيه نخبة كبيرة جدا من السياسيين والنخبة الثقافية والأحزاب يتم الاستفادة منهم فعبل دبلوما خاصة بمكتبة الإسكندرية يعني خبرتهم في الدبلوما دي ويكون الشخص يقدر يتخرج منها وتكون خاصة بيه آخر حاجة الاهتمام بمنظمات المجتمع المدني حضرتك تقريبا اللي موجودين إما 90% أو أكتر إما أحزاب أو سياسيين منظمات المجتمع المدني لها أثر كبير جدا مع المجتمع ومن حقهم أنهم يكونوا بيشاركوا في صنع القرار وفي تطوير مكتبة إسكندرية شكرا لحضرتك أشكرك جدا يعني كان لخاء مسميرا بكل المعاني ورغم كثرة الأفكار التي جارت تدولها والأراء التي جارت تبادلها إلا أننا عم بنشعر أن احنا استفدنا فائدة ضخمة وزملائي رصدوا جوزة كبيرة جدا وحتى دكتور خالد عزب وريني خلاص تشكيل بعض الأفكار وإدخالها في حيث العمل وأنا أعدكم أنه في لقاءتنا القادمة التي سوف تتكرر كثيرا إن شاء الله سنوافيكم بما تم إنجازه وبما نسعى إلى تحقيقه شكرا لكم جميعا